موسيقى 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 السلام عليكم اهلين فيكم في دردشة جديدة ثاني دردشة ونحاول نكمل معاكم ونشوفش الاشياء اللي صارت في الأسبوع لنا وش الاشياء التغنية اللي صارت وش الاشياء اللي نودنا نتكلم فيها ونشاركها معاكم كبداية نبدأ مع الاخ علي مندي لستة لستة أول شيء PS5 UX UI الواجهة من بلاي سايد الواجهة في 4K مشاو بتشتغل على 4K HDR الواجهة نفس 4K HDR مو مهم دو واجهة اللي ما نتكلم عنه بالإكس وكس لان بننزل عن الواجهة وانت تحت اكس وكس الواجهة الحين ترند عندنا في اليوتيوب من قنوات بلاي سايد حسنا أقل من 24 ساعة وصلت تقريبا حين 10 مليون حسنا شيء خطير لواجهة من جهاز حسنا حسنا نعم 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 المعين ويعطيك أستميشن على حسب اللعب مالك كم تحتاج لتخلص اللفت مثلا يعني بعضك ميشن لورننج ويعطيك كم مثلا يقولك الميشن هذا والليفل هذا كم ما بعتخلص 15% 20% 30% ومن داخل وراني طريقتان وراني شغلة جديدة انه اذا كنت اتتعاليج في مكان او تجهد تقوم او اكتب برد شيء تقدر تطلع صفحة هند في فيديو او في شاح هذي لازم المبرمج او الديفوليبر يدعمون ديشيء طبعا الديفوليبر في البلايستيشن كلهم يدعمونه غصب اوكي في البلايستيشن 4 مثلا اذا تروح بعض الناس ما يدون تروح ايها تروفيز تذهب من تروفيز حتى الهدنج تروفي تغطر بين المثالات ويجعل صفحة يعني أعطيك سرش ويجعل صفحة في الانترنت يبحث لك بس هذا لأ دخل اللعبة من نفسه وبرمج أين وبدون سبويلر وبعضهم يصير لك فيديوات طيب هل هنت لمستوى أم لا؟ خلاص هذا بس هنت وخلاص وفضل من ذلك ساعد لا يفهم هذا فيديو ولكن المشكلة الآن إنها هاتف الهنس يجب ان اصتركوا على الحينب أنا اصتركوا على شروع بلايسيش ملا لانا بعضهم فيديوات والفديوات قررتلوهم سنابي مين ويصار ماورر اني ذا تقرر تقريبيا اكس بوكس لو اضعون الكس بوكس ولكن لتقول حق الكون الكنكت الكنكت سنابي يقول لك يوتيوب يسألها سناب في الجامعة الآن تقريباً قطعها وقفوا الدعم لأن الكنكت اقطعها وتقدر مران إن إذا صرت أن تتجرب بارتي مع واحد يقدر يبث شاشته وتقدر تقريباً بيكشور بيكشور تحركها تحط تحط الصورة وتلعب وتشوفها وقال يلعب يعني بيكشور بيكشور يعني أنا صويها حالياً في ديسكورت لابتوب وآخر كم اللعبة نزلت كان صعب علينا اللي الشباب يبين يشوفونا بيجو سمعاهم وهم بالكمبيوتر هم فذي بيساعدنا خاصة لو كانوا حطة بعد لصافحة في النت بعدين ولا شيء شيء حلو حلو ما صوه عد صافحة في النت وذيهم حق ما تكلم عنها لكن ذي الحلو لحق الأشخاص اللي يبون نستريم يبون أشخاص اللي يبون ما هو بالستريم هاد ببارتي بس البرتي اللي تتفاعل مع الأشخاص يعني كنا احنا أول نلعب بلايستيشن لو نذكر بلايستيشن وانو اتو نلعب حنا الحال ما خلاص ما نشغل أحد الآن تقدر انت من نفس بلايستيشن تشارك ومادلش انه يعني بلايستيشن 3 أو 4 اللي قمت أصلا فيه شير فيه سكرينشوت لحق اللعب بلايستيشن 4K60 ما كانت ديكارفات راماتكي اوه سكرين تحفظها واندريكي من فور ريم تحطو الشير بوتن طبعا التسجيل في البلايستيشن 4K60 ما كانت ديكارفات تشاركي ما كانت ديكارفات راماتكي 4K60 سكرين بلايستيشن اوه سكرين بلايستيشن واندريكي فيه شير بلايستيشن حتى لو نبدو انتسجيل كم توصل اللعبات الى اللعبات هناك بعض التلعب تتوصل فيها 4K60 فوقكيس ستتين فوقكيس ستين لا يوجد حتى الآن إليستيشن 360 في لعبة تقريباً توصف 4K 120 البلاستيشن نفس تكلمه وقالوا انحن الفريمات فوق 60 جاء بطارين الفريمات فوق 60 ايه تقدر سبورت ايه تكلمه اوكي يعني على حسب الديفاليبر على حسب اللعبة انا الحين بعض اغلب الالعاب في اللي هي الفريم مود ولا الكواليتي مود اوكي الفريم مود يصير الريزولوشن يا ديناميكا والريزولوشن انزل اوكي بالعوايد مثلا مارز مولا على سبيدرمان اللي بتنزل اللي هي لعبة مأممم اذا بتاخذ تاب الفريم مود الريزولوشن يصير 4K dyناميك ووقف الريترايسن اوكي الريترايسن الريترايسن يصير 4K غافل 4K 30 ومع ريترايسن اوكي طيب يعني الحين 4K 60 و 8K 30 هذه الأشياء التي تتكلمين لا لا 8K لا تتكلمين في ألعاب كثيرة سهل تجيب الألعاب الاندي سهل يجبون 8K سببورت نفس الجهاز سببورت مدعوم كلهم تتكلمين أنا تتكلم عن الجهاز نفس الجهاز يدعم 8K اثنين طيب الخبر ثاني الUI مع الاسبوكس سيريز اكس والسيريز اس طبعاً لأن الامبارغو الامبارغو عن الهي الاسبوكس او الUI مع الاسبوكس لأن الاسبوكس سيريز اكس الUI على 1080 اوك الشركة لم تتكلم حتى الان لم تتكلم عن الاسبوكس لأن هذا ليس مع الUI قالت أن الUI ليس مع الريليس ليس مع الهي ما قالت شيئاً إذا ترفع الUI وتخليك 4K وتخليه HDR لأن البيتستيشن تكلمت الUI 4K HDR هناك الكثيرين يقولون لا يهمني الUI وتخليه حقيقي إذا دخلت انت دخل اللعبة تخليه لأن الUI لا يجب أن يفعل البيتستيشن حالياً تقليل البيتستيشن يعني مثلاً أنا جهازي بلايستيشن وأنا لعب أي لعبة أو أي لعبة قوية حالياً ضيارة أرغب أحبت بلايستيشن أرجع الUI وتنظر أرجع البيتستيشن حسناً 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 أنا مع نفسي ما أقلب بنا لعب كثير لا يوجد إنسان هناك الكثيرين يقولون أنا أقل بنا أنت موش جالس تتصفح عبس في جهازك معك معك هو يحفظها في المامري في الـ SSD نفسه فحتى لو تطفي الجهاز وتفصل من الكهرب تروح تشغلها مرة ثانية تسمى بوت على طول اللعبة جاهزة شغالة ولكن لا أصبح شيء لا أعلم لا أفتح الموضوع كثير خطير حسناً حسناً لما لازم تسكر لازم تسكر اللعبة تسكر اللعبة أو كذا تستخدم كوكرزوم إلي ما تفتح العب كثيرة وشغلات كثيرة اللي ما يختفي حسناً لأنه محفوظ في المامري خطيرة خطيرة جداً تلعب لعبة مثلاً طبعاً أغلب لعبة مثلاً إذا اشتغل كوكرزوم ينتفصل من السرفرات ويطردك فتفتحها مرة ثانية ويتراجع خطيرة جداً تضغط Start تقول مثلاً بعد دخلت المشن أو بعد تدخل الان تضغط علىها تضغطians ضف الجهاز تق donor واتون تضغط على جهاز وخمسة أو жизнь تسكر تدخل المناسبة تسوي رزوم جيم وتسوي الوضع مرة ثانية حتى للوضع السريع، بس خطيرة جدا بلايستيشن لم تتحدث عن شيء او شيء، بس طبعاً دائماً لجهزة الكونسولة نزل جهاز جديد دائماً يصير فيه فيشار أقل، أول كذا السنة بعدهم يصنون بوتش، تحريطات، ويتعدل، حتى الواجهة بعمر تتغير بلايستيشن الواجهة تغيرت، الستاندار تغير، الستور كانت تحت صور فاغ الستور في البلايستيشن، طبعاً كل البلايستيشنات كانوا آب الحماب آب، موجود في الواجهة، بس تروح لك آخر خيار وهذا هو موجود هناك بس تنزل تحت وجاهز، وصير كاش على طول في الكاشة وجاهز أربع عشر ساعة يتحدث، علشان أسرع يقول لك ما يمكنك تفتح شيء، هذا موجود أربع عشر ساعة جاهز إذا رحت لها طبعاً يجي لك يأخذ الواجهة كلها، لعبة، وأتفاق أنهم يبعون المكان أول ما تذهب إلى الشاشة المرتكولة تصير لعبة، يبعون المكان هم دائماً الفرنت بيج من الستوري يبعاً يبعاً الفرنت بيج من الستوري بدخلوا من هوراها دراهم البلايستيشن والإكس بوكس هيت كل الناس يتكلمون يقول لك الإكس بوكس حار وشغلات الحين بعد أن نروف على الإمبارغو، نختبروا ناس، حطوا في كرتون، حطوا عليه غلاف لعبة، يسكرون المروحة، ما يرتفع حار هذا البلايستيشن 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 فيه كلام، لكن لا يوجد أحد مواثقة و لا أعرف من يطالع، يقول لك فيه كلام أنه أحر البلايستيشن من الأكس بوكس لا أعرف منين، لا أعرف من ذا، لا أحد أختب راحة حالياً يصير خير في عامل عامل كان عامل كان عامل كان عامل موظف عند ميكروسوفت في إكس بوكس هو اللي سوى 360 أو 360 الأول و 360 اللي هي الأس الآخر واحد هذا اللي سمعت، لا توقع أنه سوى 360 لأن أول 360 خربان ما في إكس كلام يخترب حسنا ريند ريند يجينا تكلم قام يقول و تكلم عن نفس الليك اللي يقول لك بلايستيشن أحر يقول لك إذا الإكس بوكس في تيرفلوبس أعلى وهو أبرد فحرفياً هو اللي يقول لك هذا الهواء أفضل أفضل تيرفلوبس أبرد حسنا و لا ندر إحنا من ذلك اللي قال شو سوفت اللي هي أحر ما أحر معنى و لا تكون الأشياء ذا كلها لما ينزل بالضبط و المستخدمين يقررون يعني الشركة اختبرتها تم تغلق so كانوا ١٠٠٠٠٠٠٠٠ و مستخدمين مثلا حول ٤٥٠٠٠٠٠٠ слож الآخر الاختبار الحقيقي اللي رح ينزل حق $100,000 المترجم للتأكيد عندما ينزل تشتري واحد وتتأكد ان عندك تحديث اليو اي اخر واحد لان فيه كلام يقول لك بقى ممكن اثنين هم اصلا بي نزلون اليو اي خربان او ان اليو اي ماب كامل بي نزل في دي وان بواج شان يضبط الامور تحدث التحديث هذا وتجرب الجهاز وتختبره اوكي الفويس شات في بلاي ستيشن طيب او اللي هو البارتي شات نزلوا تحديث الاسبوع هذا عندك ولا عنده جديد في بلاي ستيشن 4 اوكي نزلوا تحديث وصار يحطوا قلوب أو قانون يعني او بالحواسي بالحواسي جديد انه يقول لك بيسجد تسجيل في ناس كليين خافوا يقولون هكاب يقومون يسجلون البارتيز وفاضى وصارت ميمز ان يقوموا الفويس اتسجيل خدرت اخرى يعني انا كنت انا خفت انا خفت انا هذكر انا كنت ألعب دستيني الأولى من الصباح لآخر من ثلاثة إلى ثلاثة طيب؟ شخفت من شنهم؟ يعني طول هاللعب ديلي تشوف آخر وآخر الليل تسمعني يقول أنا دجاجة من ثلاثة إلى ثلاث خلاص ما تركز مخك طوف طافي شخفت من؟ لا يعني الناس قام يخافون كثار بيسجلون أنا فضايح تجلس مع خوّيانك الإقراض ماذا تجلس مع خوّيانك الإقراض جداً؟ كان حرفياً جالسه وجالس تلعب معهم يوم كامل ماذا الفارق؟ ماذا الفارق؟ خلاص انت مع الشباب ما أخذ راحتك طيب ودجلس معهم بدون باستيشن مش ما أخذ راحتك؟ اي ما أخذ راحتك طيب ما أخذ راحتك ما في سوني يسجلوني هنا ليش سوني بس إن جوالك شتسوي فيه ماسك المهم عرب طلع إن سوني ما تسجد فهو مطابق أقوى أن تستطيع أن يسجلوني ورسلونيبرت أذا كنت يعني قلت شيء او شغل الله ماذا يسجل؟ أحد في البارتي يسجل ومللتح وهذا مش مفقا لأن بعد البلايستيشن التسجيل مالي يسجل الأوديو والبارتي بلايستيشن 5 أمام يسجل الأوديو والبارتي؟ ماذا يسجل؟ إذا عندك بلايستيشن 5 تستطيع أن تسجل الأوديو مع البارتي مع الشاشة يعني تسوي ركورد ركورد اوديوال بورتي والجيم والشاشة والكاميرا انت تتالي بس مش بسوني بس سوني حط القانون هذا انه يقدرون ان احد يسوي لسميت ربورتي اذا قلت شيء اوكي عندك بعد جوجل بيكسل ماذا تقول عني تبت خلي بعدين اخري لا اتكلم عني حين الكاميرا 4 دقائق جهاز معالج غديم موج معالج مش هاي هيند جوجل اطلعت من الفلاكشب نزلت تحت جهاز كئيب شوف مه جهاز كئيب جهاز ينافس بعتاد خفيف اذا فاز على غيره فنرفع على القبعة ما علي انا اقول لك ان ذا الحركة اللي سوتها اذا فاز على غيره خلاص نرفع على القبعة انت ردي بتربعها بس ان دقيقة لان انت تلابس انا يبيلي البرس فهذا انت البيت يعني نافس مثلا في الصور مثلا في التحديثات كيف السلاسه ما ندري عنه ولا راح افكر فيه اصلا ابدا انا الجهة ثانية تقدر تقول ان الشركة ذا الجهاز مثل ما تقول كانت ياخذون الشركات علشان يشوفوا النظام الجديد فيه هذا اللي قدروا نسوونه يعني مثلا مثل ما تقول ان ااخذه علشان اشوف كيف جوجل تشوف الاندرويد هذا اللي انا اقوله هذا جوجل تشوف الاندرويد ما ادري انا شفت الرفيووردس بس ما شفت شخص تقول انه يقطع لا لا اتكلم من التاريخ ما لهم كله اذا استخدموا الاشوسيات القوية اهو المعالج السنة محترم يعني المعالج 765G ممتاز جدا كم قيمت هالجهاز اي ادري كم قيمت رخيص كم قيمت رخيص 700 طيب هاد رخيص في الجهاز ليش مش فلاكشب المعالج ما يدعم لك جهاز 700 دولار انا على سعرنا هذا ما تقدر اشتري اجهزة صينية ما يدعمون لك تحديثات اذا ادري فلاكشب اسوسي ما يدعم لك تحديثات زي رد الاندرويد يعني 700 مستهيل اشتري شركة معروفة ايه خلص طلعا اوكي ما الدنيا تحولت ليش اولت ما اصخرا على ابل ان اسعارها غالية حين صرت ما الدنيا تغيرت كذا أدري أدري وثاني شيء اتطالع فائق في الاسعار إليك الأمور مملة الأسعار الغالي مملة الشيء الحالي في الأسعار الغالي نجيزة الفولد وذيلي هذا الشي الشي الموضوع الطلاق فيها يقول اوكي اوش لا أرهت أرologie سوية أحد جريدة بس الحين التركيز هذا الهكوم تقدر تعطييني بسعرب 700 600 حسنًا بإعادة الوضع 4 أحسن من Pixel 5 لأن Pixel 4 لديه مالا للسن اللي راحت وهذا لديه مدرة لنما للسن اللي راحت بس في Pixel 5 أحسن من Pixel 4 حين نرجع لي مرة ثانية جدت أن Telis لا. أتكلم كمعالج اكثر إذا تنزل جهاز جديد يبدل الجهاز القديم تضع المعالج لنما للسن اللي بعدها أهم تضع المعالج لنما للسن اللي راحت وذلك القديم كان الفلاكشب وهذا كان المدرينج صح كاسم صح والاشياء اللي شلوا منها ما بس اسم يعني اوكي انا اتكلم لك الواقع اوكي يعني افضل الفلاكشب بس انه شركة معروفة كبيرة بتجي بي شركة شاومي وماشمي بي شركة معروفة كبيرة تقدر تجيب فلاكشب بسبعمية جوجل يمنزلت الفور اللي شرعنا فور رح نرى صح بسعمية وتعبال في دولار الآن بسبعمية هل تتوقع انت علي الشركة وحسب ان القديم اللي شرعناه في فيتشارزك اللي دار مالشين اللي دار ما بس اللي دار عمتا في فيتشارز السي بيو احسن ما في 5G بس السي بيو احسن عندك السكويز عندك البيكسل كور عندك الفيصل لك عندك الديزاين احسن ديزاين عمتا عن عندي ما باحسن الديزاين شوي ذاك بس الديزاين عمتا اليونيك حسن الديزاين حسن الديزاين حسن الديزاين هل تتوقع ان في شركات اندرويد الان بنزدونك جهاز قبل ما تبدأ يا اعم لماذا توقعوone وحطوta مدلين جمالة السنة سمتم انتظروان وماين ينتظروان توقعوين جمالة السنة ما لسميدلين ذاك السنة لا مسarnos 별로 لماذا لا نفسه 400 في هذا المدرينجر الغديم؟ نعم 4A الاثنين هم 4A 400 مدر 500 مدر 700 الـ 4A 5G نفس المعالج مع الـ Pixel 5 بس ان ذاكها 400 طيب وثنين هم فرق ما بينهم الكاميرا ممي و الحجم و الشاشة اثنين هم 60Hz 90Hz نعم 2Hz دعنا نرى لا نقلق 60 لا نستطيع التكلم على جوجل خصصا في الدول العربية بس اخبار هل لديك خبرة ثانية او حلص؟ نعم ما هي الخبرة ثانية؟ تكلمين الـ Smart Speaker من جوجل تكلمين هل لديك المساعدة؟ نعم تكلمين و هل تكلمين عن ما بلاي سيشن؟ أبل ستوديو هادهون ما يقولون يجعلون المغنيين يجعلون EQ لغنية مزورة تون خاصة بالسماعة حرفياً سوى نفس الحركة سوى adaptive EQ ما بحك لغنية بس adaptive EQ انه يعني يتعلم الجهاز مالك والسماعة و تقومت على حسب لغنية المشغلها تلعب في الإيكيو بقى فكرتين طيب الفكرة الثانية اللي تكلمت عنها انت اليوان ان الجهاز مثلا يمشي السبيكر اللي قلت قبل تحطها مثلا انت تعمشي الصوت يصير عليك يمشي حطتها برحين في البس بس انا بردو جهازك بس الحركة اللي سواها حين بردو قبل ان انت تجيت يدري جهازك انك جيت عشان يشتغل الصوت بس انا بوريك ان انا لا انت تتكلم عن يوان الشركة اللي تحط يوان لازم تحط لك ميزة فيه ولا ما تحط قد ميزة اللي بتيجي فرازي لا لا انا انا اتكلم نعمات انت رايه انه انا في الاوان الاخيرة ما شاء الله لا مبعث يعني في التقنية في الاوان الاخيرة حتى يعني في الدراسة بردو لا العام الشركات اللي تفتح فيه شركات كثيرة تفتح تاخد رايك مابتاخد رايك فيه شركات كثيرة تفتح مع الشباب اللي اقول الشركة داي بتخسر ودافع اربعين مليون اعلانات ومدروش النفس هذي كوبي ماذا داي كوبي هذي بستريميك سورفس جديد قبل ما ينزل سنتين قبل ما ينزل لا سنة قبل ما ينزل في السوبر بول حطين اعلان مازري موازل فلوص لكن كوبي تاخد نتفل كهان Schn interventions القليل قبت اقول اخ غبي غباء الشباب يقولوا لا الان كل الناس سخنون الجوالات كل الناس تبعون قبت اقول اوكي حقيقية بس قبت اقول شوف هذه اللي بتنجح واعلنتها في كل مكان والله العظيم انه يا منزلات ما في مقاطع فتحه ما في مقاطع يوتيوب فتحه ما في مكان فتحه لا دائما كوبي 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 والان خسران بتساكن يحطوها باليوتيوب برد عمان الحمدلله انا عندي ابراهيم لا اراهيم كمل ما الخبر الثاني غير اللي بعده جوجل سبيكر طيب اكس كلاود على سامسونج سمارت فريج اللاجت سمارت مانا في واحد حمل كلاهيم لا اراهيم انه لا توجد الابستور حمل الابك ليس على اكس كلاود وتعب دوم على ثلاجة سامسونج ما يلعب كلهم مع الثلجة؟ خطير ولهما بعد ذلك هناك سيارة دهوطر بعد ذلك يرد ليس لديك أكثر يبدو أن يتعلم سيارة الولد في الهندا لم اكن لديه سيارة لها لأنه لم يأخذ لكي أنه لا تنميز ديميه في الهندا هل هناك خبر اخر لديك؟ لنأتي خلاص هل لديك شيء؟ Xbox لا يصلح نعم نعم دعنا نتحدث عن أبل هل تتوقع أن تأتي شركة تنزل لن أقول فلاكشب مفهوم فلاكشب في الأجهزة و مفهوم فلاكشب في الواقع الذي نعيش فيه غير مفهوم فلاكشب عند أبل كلمة فلاكشب بالنسبة للناس كيف تغيّم فلاكشب أو لا بالأحرى نحن وقف عندنا في الاندرويد تقيم الفلاكشب معالج أعلى معالج لازم نحن ثلاث كاميرات واحدة تلافوت و واحدة تلافوت و واحدة تلافوت لا تقيم فلاكشب شاشة نحيفة 90-120 هرت أو الحواف 90-120 هرت 5G أو 5G هذا الفلاكشب لذلك في بعض الفلاكشب لا يمكن أساعد وفلاكشب والمتيريال نحن ثلاث كاميرات حساب لأن أغلب الشركات حيث بعض المتيريال لا يمكن ان يجب المتازن لا مثلا جديد سامسانچ نزلت النوت 20 عالي شفيك تدخل مانا مفهم كلامك عندك تقييم دخلت لفلاكشب هل هذا فلاكشب ولا مش فلاكشب كل نوت فلاكشب كل اس فلاكشب زي الفلاكشب سيريز بس انت تطلع كل شركة الشركات عندهم مسميات المي ميكس مثلا عند شاومي هل هذا الفلاكشبات طيب يعني عندنا فلاكشب ما بلازم الشاشة تصير تسعين ولا مية عشرين في الاندرويد على حسب الشركة هي بسعب انا عربية ما في غانون تمشي علي انا مثلا عن نفسي قلت لك هذا اللي قلت لك هذا الموصفات الفلاكشب اللي عندي مثلا في السنة قلت لك اللي هي مية عشرين ولا تسعين اعلى معالج ثلاث الكاميرات حواق البزل شوي نحاط حنا نرجع دقيقة اعلى من ثمانية 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 يعتبر ساندر الحين طيب حنا نرجع دقيقة بس على حسب كل شركة تطلع وتقول مثلا مثلا جوجل تقول هذا الفلاكشب تقول نحنا غلطان لان هذا علاش عندهم بس هذا اللي بجرد من هاد القصة حتى بس غلطاني من ناس اقول لك القصة التي تحددها الناس حتى ذكرت 120 بس نحنا نقول نوت 20 نحنا 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 فلاكشب بالنسب لك او فلاكشب بالنسب لي مايستهر يصير نوت ماعلم صار فلاكشب ولا مش فلاكشب مش فلاكشب طيب تقييمك الحق الاشياء هذات ان فلاكشب مشكلاً أنّ سعره يعتبر فلاكشب ما رح ندخل السعر ألاجع إني تحديد arrives أHa? بايا هل تحديد على الكاميرات فلاكشب؟ إنه... لا... ثلاثة كاميرات وأكثر هذا حتى الخاص ترى ثلاثة كاميرات وأكثر في العوايض دائما نصيرون فلاكشب بس حتى الخاص يصيرون فيهم بس لازم يصير عندهم الأسوسية بعد الشاشة معا... أوك... لأنه بالعوايض ما يحطون كل شيء وما يسمونه فلاكشب إذا صار مية عشرين وثلاثة كاميرات هادي سامسونج عندها 120 عندها 3 كاميرات ومش بلاكشب في جوالة A ود او 220 و 3.4 كاميرات وعندها السوسي بعد ما ادري عند شهنة او طلعت مندش يا حنا قلتلك السوسي بعد المعالج ما هي مادري عن ال A و D ما هي مادري شهنة المعالج لا 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 ما هي مادري عنه 600 700 كهذا هم و احنا واذا بيحطونا تخبه عندنا عندنا باس الوحيد ينزل عندنا ال M ما ينزل في السعالية ال M سامسونج سامسونج الآن سأضعه في معالج ومعالج 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 سامسونج تضعه أحيانا بس الشاشة البازلت كبار والنفس الولد هم هب الولد الكوات العالية فهذا الاختيار ولا في تغربة ويرلس شارجين ولا في واتر رزيستير ويرلس شارجين هل هذا الأشياء يعني إلى الآن لا يوجد لديه مستدر لفلاكشب لكل شخص تستخدم خاصة من الشركات التي تفعلها كل شركة تقول لك فلاكشب وتشيل شيء وتضع شيء ولكن هذا مبان من فلاكشب لفلاكشب فإذا كان لا يوجد معيار محدد لأن الجهاز هو أفضل جهاز في السوق فكل شركة عادة تقول لشركة هل هذا الفلاكشب حقنا لكن الشركة الثانية تقول لك هذا الميدرينج حقنا يكون أقوى من الجهاز الثاني من الشركة مو هب غلطانين دائمًا لأن هذا أعلى شيء الشركة تبيعها فلاكشب سوني حسنًا 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 شخص Xperia 1 X20R Xperia 1 Xperia 1 Xperia 1 Xperia 2 لم ينزل ويوم ينزل أعلنوا عن Xperia 3 Xperia 1 Xperia 1 أحسنًا 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 ويوم ينزل أحسنًا فلا أعلم لا أعلم ما هي المؤتمر أوه 1 Plus وين بلس ابل مسكينة والله وان بلاس مكانها غلط مسكوا جوالات كل اسم يدهم في جوه ممتاز يعني كل سنة ايفون سهل الابل يعني معالج جديد وخلاص احسن ايفون زي ما علي فنتكلم بعدين عندي الشي لكن وان بلاس ليش يعني ما صارت لها ضربة من قبل سنة سنتين قيرت سن راحت سن راحت ما اخذ ايوم لها ضربين وعلنت لها ضربين شهار مدري لها مدة طويلة وتنزل في تويتر وانستجرام انتظر وانتظر ما اشوف الابل خلق اذا ما اخذ بضلي ستمبر 21 او شي كذا سدو اوكتوب ادخلت قبلها باسبوع ابل قبل قبل مؤتمرنا هنا في اليوم حاطت اليوم في مشكل مدير حاطت المؤتمر ابل من نوع اللي ولا كنا موجرين شركات اثاني يعني ما تتكلم عنها وجات وانا بلاس غيرت الوقت باسبوع ممكن اجلتها او شي او قدمتها تغريبا ما ادريش اجلتها تغريبا اجلتها باسبوع اي اسبوع الان مشكلة انهم اجرين ذاني في نيويورك معاني بس الان الحركة اللي سوتها يعني ما تدري ان دلوقت قلط قلط ينزل شي تتأخرين على الاقل اسبوع وبرضو قلطة في اسبوع حركة الان اسبوع حركة الان تأجرين اسبوع غلط لان الشركة علمت عن شي ده اسبوع الجاي بيباع الجهاز تغريبا من حيث السلو راح تندفن بس ما كان نفس كده احين ما في اي كلام اول جهاز اصلا موش في فلاكشب كبداية ما فيه برو ما في شي معاني الاتي ما سوت فيه باقي الاتي برو بس الان الى اسبوع القادم الى الجمعة القادمة ذا الوقت صعب شركة تنزل شي صعب شركة تنزل شي صعب شركة تنزل شي يعني خصوصا ان صعب ان ينزلوا الشغلات بس ما في الفونز يعني اي اخبار حق سمارت فونز ما سمارت فونز انسى الموضوع عطى الناس اسبوع اسبوعين بس المشكلة المشكلة الثانية تنزل الى الحركة الحركة الى الى الحركة التنزل حساب الخاصة مالية يفتح الطرق المشكلة تنزل برو و تنزل برو و تنزل بشهر و شوي وبعدها بسبوع المؤتمر الثاني حق ابل حق ارب أخبار أنه أسحب لي هذا ما تدري أسحب لي يطلق يضل قارم ما تدري الشي الأشياء اللي بتصير فيه أنا ما ندري يعني بيعلمون على آيفون هنا لا مش جوال تخير يعلمون على آيباد برو آيفون في فرق آيباد ماك هذولي بالحال هم آيباد أنا شوف أنه يمسك مع الآيفون بس مضل نصنروفيور التغييم حقي التغييم المشاهرات في اليوتيوب رشياء مثل آيباد آيباد إير بعد بيقطي بقوة الآن في وقت نزول الأسبوع الجاي في شي السنة فوضة بالنسب لي آيووس إذا نزل آيفون النت كله يوقف يوقف آيباد 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 شكرا نت كله ماهت روس بنات امريكاني صحون أبا شتري آيفون خلاص كلهم شذا كلهم أبويا ما رضا لي خربيد تاخذها بعد كم يوم وذوقون مرة تانية نت كله ينترس كل مكان بالتاريخ نت كله ما تروس آيفون ريفيو انه تكلمت روصوه من رفيف طيب خلاصم اذ الشي فانا سمعت انا مادري سمعتها في الوديان انه اسبوع القادم في مؤتمر حق شركة اسم هواوي شركة سيروان كي شركة هواوي يقول لك في مؤتمر لها يمكن عشرين او ستغلق من اسبوع الجاي بس ما ما في اي اعلان اه شركة هواوي اذكر رجال يلا يرحمها كان يقول لي عنها يقول اولا لا ما عرف فلنتكلم عن الاشياء سمعت عن شيء انت تجرس في ذي ردت ولي ما في اي شيء لها ما سمعت اي شيء انت دريت ان في مؤتمر سمعت سمعت عن صاحب عليها بقوة لا ما بعد الساحبة هل وانت تتصفح لا 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 انشان انا اغلب تعرف اغلب اخباري من اليو كي جرماني واليو اس وكندا هم هم خلوتهم دخلين يعني اوروبا امريكا ودخل عليهم ترامب يميين وقال بيقولهم يلا لا اشوفك انا ارجع بيتكم وخلاص قال بيقول ترامب قل بيقولهم اطلع من الحارة في اخبار تقول ان هواوي في اشياء انه بنزل طبعا هواوي يعني اللي يمدع هواوي ما ما دري في فئة من الناس يقول لك هذا مطبل حق ابو حسنا حسنا يطلع عذاره كل شي حسنا حسنا ما علي هذا اللي يطلع يمكن احيانا تقول قهارني ما اقدر اتكلع انا عن نفس انا عن نفسي مثلا انا عايش معاك انا ما بيقول لك انا اكره ابو بس ما احب ابو يعني ما اقول لك انا ابو تعرفين ما في شي كامل شركة كبيرة ممتازة يعني تدف في تقنيات كثيرة بس احيان ازعاج اللي كل من يطلع ابو البيتن ابو طرع لها بيتن بتتوش كده اغلب البيتنات ذي اللي يعني خيالية مستحيلة تسويها بس النت يزعجك وانت بعد تجي كلش بيتكلمني ابو بتحط لك ويد متل في الجوة ابو بتحط لك ويد متل في الايفون طيب انا تكلمت عن ده الشي اللي يقول لك مطبلين حق هواي وين تحط مطبلين حق هواي في دلوقت يعني مثلا تشتري جهاز ما فيه خدمات اصلا ابي انا مثلا يقول لك لا انا نكلم لك العرف يقول او اقدر انا ازده بسو ذا كده بسو ذا كده او بنازده حسنا لكن كيف ان تمدح جهاز انت متعرف تستخدم استخدام طبيعي استخدام اامن استخدام كيف تمدح جهاز يعني تخيل انا اجي امدح لك الايباد وانو ما اقدر افتح اليوتيوب اامن كشي طبيعي يعني برنامج وكل شي ما اقدر افتح خرايط جوجل معني مستخدام جوجل معني امريكا ما اقدر افتح جيميل وغيرها والخدمات كيف امدح للجهاز وانو دين الخدمات هي الاشياء الاساسية في الجهاز كيف انا انا وين تحط دقيقة وين تحط المطبلين لحق هواوي ديلي الفئة دي انا اتكلم مع ناسك طارع عندنا يعني في السعليان اغلب الناس تلقى واحد يمشي بالسكس اقول ليش عندك السكس اقول لي اه ما في شيء عادي يشغل ليش اغير اقول لان زين اخر مرة تحديث السكوريتي قال ليش انو تحديث انا لا اعرف انو اشياء ما الا ادخل داخل او اوري اقول ليش طادع لك ثلاث ستين عندك تحديث امان غير جهازك طيب اهم شي الامان اهم شي السكوريتي والامان معلماتك بيوجة ما بيوجة معلماتك غير موجودة يعني عن نفسي انا استخدم ثلاثة بروزرات واحد بحساب جوجل استخدمه واحد بحساب ثاني واحد بحساب ثاني فايرفوكس بدون حساب بدون شي مطفق دادا كلاكشن مطفق كل شي اسكر الفايرفوكس على طول يحتحت الكوكيز واشغل في بين 24 ساعة يعني انا موزع معلماتك ما في شركة معينة تتجمع كلماتك اهم من المواقع بس معلم بس انك فئة هواوي اللي تتكلم عنها مثلا هواوي خلاص الاندرويد الافين ما رح تنزله السكوريتي بتقدر التنزل إذا نزل النسخة البلي تقدر انقص بالاندرويد مانيه شخص journey ばقد تقدر وكيف المستقبل ماندري البطول السكوريتي Florida ثالث سنوات ابل ماندري كيف فاتح السكوريتي ما montre ابل ánh ابل كانت جهزه اغلاxa قبل سنه تقريبا اي او ستن نجهزة الماسكة على او ستن نزلها تحديث بس لحق السكوريتي اذا صار فيه تغربة كبيرة بالعوائد يعني احيانا مثلا نقول لك ابل ما اقول يعني من الطيبة مراتها يعني من الطيبة اللقوا مثلا نقول لك تغربة كبيرة ان تقدر تدخل معلومات مثلا معينة تقدر تأخذ منهم معلومات من الاستور نزوم تحديث عشان لهم اهم وهم يأمنون نفسهم منك او من اجهزة تستخدمي او ستن نزلها اذكرها صارت فيه في السن راحة تستخدم الراحة او اللي قبلها في او ستن نفسية مفتعها فيه مشاكل وانشانه في الاجهزة بحق السبطائق من بطائق قريبا مذكرها وقفوا على وللحين مثلا اغلب التعديثات اللي تجيب البليستيشن كل التعديثات اللي هي استابلوتي و سيكريد لا لا يقول لك امبروف جنرول استابلوتي او سيكريد هناك ناس حاصلوا في الكود يقول لك لا امبروف جنرول استابلوتي ولا اشياء هذا كلها باتش سيكريد تحكير ما تحكير لا تحركة تقبل كل شيء تنزل حرفين تقدر تنفهم قضية هنا لان النوت من التحديث نوتها واحدة امبروف جنرول استابلوتي في السيستم لا امبروف جنرول استابلوتي في السيستم و البلايستيشن ينزل مور طيبة بعد سنة التحديثات كل تحديث و تحديث يبطأ 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 ايوز و الماك لا يوجد هذه المشكلة ولكن هناك مشكلة في الداتا هي تقنية كثيرة لازم اقوم بقلها زيادا لان انا سيطا لان اقوم بقلها من المدة اسمها شغلة بين داتا داتا اوكي كنجاكشن طيب هواي مدري شلون شبتس اللي عجبني فيه انها قاعدة تقاوم حلو و مقاوماتها الامدها نظرة في المستقبل بتنزل لل شو اسمين نظام حقها هارموني مدري شنو بيتسوي كيف بتنزده مدري بيتسوي بيتسوي قدام هل انه جالسة تتحمل بس او انه جالسة تبيتسوي مبروك يعني التحمل حقها تستنى بس الاشقر تيطيح بيروح انه خلاص ما هو قال يروح مثلا مثلا انه بيروح ويرجع العلاقة او انه خلاص تبي تطلع من جوجل اهي صعر اهي نامي عليه هنية كيف تطلع من جوجل لا اعرف الكلام انه يعني ما ادري انك تستخدم بدون خدمات جوجل بدون خدمات جوجل بدون انترنت يعتبر ما ادري كيف الكلام انه بيدعم انك تسوي سايلود حق اللي هي البلاي ستور اهم اوكي اهم بس المشكلة يبنون على اندرويد نعم بس الحركة ذي بس الحركة ذي هل اندرويد اهي سيسمح الجوجل لا تقدر تسوي تقدر تسوي شاي جوجل بتقدر تسوي سوت اشياء هنا مع شركة امازونية ونزلت ووقفات بس اللي هي اندرويد 12 بساعد بخلي تغريبا تتكلمون انه بصير ايزي ما اي انك تحمل ثلاث بارتي ستورز اوكي ثلاث بارتي ستورز بصير ايزي وخلاص تغريبا نسيت والله حطوا الديت السنة الجاية حطوا ديت معين قبل يقولون انه بصير اللي هي ثلاثين بالمئة من المبيعات البلاي ستور بصيروا عن كل التطبيقات بصيروا لها فوق انفورس لانه كان الموضوع عندهم سهالة فلسلين من الراحة تطلع طيب معا الان خلط من الاشياء هواوي نشوف الشيء اللي بتتسوي البكسل بعد نسي نتكلم البكسل 5 البكسل 5 طبعا ما في سكويت قلنا الفيس ما في حطوا ألترا وايد اوكي شالو البكسل كور المعالج في تايتن بس شالو يعني حتى الشيء اللي داخل مني مشالوها 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 جهاز تبيع حق اندرويد حق صر نكسس حق ما عندنا نكسس نشوف أفضل بذلك الفترة نكسس 6B ما قدرت جوجل إلى الأنت صار صار نكسس والله الجهاز يعني انا حس انه والله نوكس والله معالج عالي نوكس هو معالج جسر لو ينزلون لم ينزلون عالي بش عالي مش جهاز يكون stenانفار مش لازم يكن Δي كون عالي هmez خصوة بل نوجد وحن ن escaم م ken هذا الخصوة لم ينزل ما لهم ما لهم عن الجريف فوجه اضع انا اقول ان شاء الله إذا نزل المعالج جوال السنة يصوموا الريغليس حق جهازهم يعني زي الاس ما الاس كذا يغيرون في شغلات معينة 5A باقي كم يعني خلاص 5A يصير رخيص أخص مشكلة إذا نزل 5A 5A بيصير أحسن من الفايف العادي إذا حطوا فيه معالج حطوا فيه المدعين جوال السنة المهم حواسة نخلص من الأشياء نخش على أبلاح ما الأشياء اللي مدريانا شلون ما نفاهم ما نفاهم التحول اللي صار في التقنية حين من التقنيين ما نفاهم شل الأشياء اللي شل صار في الايفون قاما متحونة كذا شل صار ليش تقنيين قاما حتى القنوات في المواقع اللي مهب تقنية كثيرة أخبار و هذولي السينما تحين فيه واجد ناس يكرهون الايفون أتوقع حتى الأجانب هنا يكرهون الايفون يمدح في الايفون انت تكره الايفون أتوقع الكورنوفايروس ويا العزل ويا العزل لا لا والعزل وذلك الناس صاروا ما نفاهم ما نفاهم لا الشيء اللي سوته قبل الآن ما سوت السن الراحت معنى السن الراحت سوت أشياء يعني متكرم عن الكاميرات الوايد يوم حطت الآثة الوايد السن الراحت التصوير اللي اللي حطت السن الراحت وكي صار امبروف حين بس امبروف تحسين تخيل تخيل نحطه مئع الشيء شل ينقص الجهاز إذا كنت مبتمدح به إذا كنت مبتمدحه مئع الشيء وبعد بس هد الشيء نوتش أصغر شوي معنى النوتش يعني حب نعم خاصة معنى على الشاش الكبير نعم بس مئة الشيء ممتوبة نعم بس وقبل اللي فون دي ما كان فيه قبل بس ال 5G كانوا نقصين فيه صار شيء وباقي شيء السن الراحت كن ما هي السن الراحت كان الشاصي الفرايم او الفرايم كان فيه ليكس ان الفرايم بيصير نفس الفرايم مال الفارق والفور ولا نزل يعني الفرايم مال هذا حلوة يعني اكلمه صبع مأ اوكي اوكي بس حتى الجهاز السن الراحت ممتاز باتري لايف مال خطير الوزن ماله فيه ناس كترين لا ثقيل الوزن ثقيل فيه ناس تتعرف اللي قولك اه راهي فيه ناس تقولك وزن ثقيل طيب ندخلنا على هذا مالذي صليقي تقولك تن اس برو تن اس برو تن اس برو او تن اس برو اه نفس جهاز 11 برو ماكس 11 برو ماكس بيبيع تقولك تقولك مسبوع ينزل 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 عن المؤتمرات ورجل عني يعرف التقنية يقول ببيعه بشتريت اوكي المطرأ المهم هات الشي هات الشي الشوحن شوحن اه فيه ناس طبعا شاومي اه سامسونج كلهم يجي في توتر ماكسون روحن فاني يزيد على لزوم قلبينها كوميدي وفاق ذا كله ان فيه ليك من السن اللي راحت سامسونج ايه بشروان بس قبلت الشهرين مثلا شو راعلنت انه بتشيت السن الجاية انك انت شو هاذ الماركتنج هاذ الماركتنج هاذ الماركتنج نفسه ما لهم هاذي الحركة اللي تسويها انت كشركة ما ليشغل انا مراح تدخلني دلقطاع ودلقطاع خنا نتكلم فوق لا عمتا نكس خنا نتكلم هذا سامسونج عمتا نفسه شركة متشتتة عندها فروع كثيرة وفوضة وماحد ينكر كل فرع ما يتفهم مع ذلك الفرع الشخص بيعرف سامسونج قالت ذلك ايه اقول لك ما علي بس احنا بقولك ان ذا الحركة اللي سواها وتتكلم عن شيء وانتدري راح تسوي هل يعتبر ضعف يعني انت تبيت تلقط اشخاص مع انه ما في شخص راح يروح يعني ما في شخص ما راح يشتري دل ايفون عشان انه ما في شوحن انا بيشوف هذا ذا اللي اللي بيشتري ايفون بيقول ما في شوحن ما راح يشتري لي هو ماني فهم دلشخص اللي يعني انت فهم انك انت جيت شريط جهاز مثلا بخمسة الاف بستة الاف ريال خسارة عليك تشتري شاحن بمية بمية وعشرين تشتري شاحن بخمسين بستين من شركة ثانية ابل يمكن الى الان الشركة المتمسكة الوحيدة في شركة ثانية ما ادخلت احيان مثل سامسونج وغيرها لكن من بدايتها انه ما حطتك خصا بالشاحن اول مرة تسويها ابل مع انه ما بنعوايدها ابل انه محطت شيء انه يرسل يعني البي تي لو ابل ما حطتك البي تي اللي هو الباور ديليفاري دي ما حطتها كان اوكي باشتري شاحن ابل تبيني لازم اشتري شاحنها يعني ما في شاحن اشتري العيفون ورح اشتري شاحن لا مش لازم تشتري شاحنها وطبعا طبعا حركة البي دي مرت ابل طب من عوايدها اي 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 ابل ابل بالفلوس ما شاء الله لتسد البحر ما طالعت لك تعانية خاصة فيها لا سهله سهله اهم 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 ابل اجتري شاحن احطه في شاحن البرك نفسه في الول عشان ترتفع الحرارة هناك ولا ترتفع الحرارة في البطارية وضر الجهازك هذا طريقة واحدة أبل تقدر تدز تقدر تدفع أربعين مليون أربعين مليون حق تطوير الشواحن مليون وخلونا يسوون تطوير ثلاث سنين ويصير تغنية خاصة بيه وصير تغنية خاصة بيه ولا ويبعلك الشاحن بألف دولار وخارج الكرتون وشوف واجه هذي إذا ما خلص من الموقع هذا حين كبير طب ألف دولار ترى قويب بس إنك الحركة حين سويتها أبل ما قطتك اشتر الشاحن أبل وفرت لك حركة إن الشاحن ما يحتاجش تري شاحن قبل هذا أول حاجة ثاني حاجة افتحت بزنز كبير لحق الشركات الثانية أول ما أعلنت عن بيدي طبعا كان بيدي موجود بس يوم دخلت فيد خلوا الشركات كلهم أنكر وغير هذي في السعودية في دول الخليج تخلوا بقوة في ذا الشي ومسكوا 18 واط كلك شاحن 18 قبلها عندنا الـ Qualcomm بس مسكوا حين أنا عارف وكولكم قبلها قبلها في ذا الشركات وكولكم بس مجرد هذا الفاصت شارجر وقالت تحدث عليه ولكن لا تزيد الواط تجليه أسرع ولكن لا تزيد الواط ولكن عندما دخلت ويدعم الواط ويدعم الواط ولكن عندما دخلت الفاصت شارجر هو 18 واط وصار فيه فاقة ولكن الفاصت شارجر يبدأ من 18 لا يبدأ من 15 إلى 18 نحن نرى ماذا يحدث ولكن هذا الحركة قبل أن تقول لك لا يحتاج جسري قبل أن تبيع شاحن 18 واط 30 دولار عندما نزلت 20 واط 19 دولار السماعة كانت 20 أو أكثر نزلتها حين السماعة السلك السلك نزلت جمعتها الآن صارت ثمانية وشوية من دولار لا أدري كم ولكن نزلت جمعتها هذا الحركة أبل ترى ما راح تفكر أن تكسب من جهة شاحن حتى لو نجيلها المكسب ما راح تفكره في الشيء أكسب من جهة شاحن أكسب من أشياء كثيرة من الشاحن من جهة شاحن من جهة شاحن من جهة شاحن من جهة شاحن هنا في أمريكا ترجع جوالك لو ترجع ميزة ترجع جوالك مثلا سي وزارة التربية والتعليم نجح ترجع الكتب هذا ميزة عندنا هناك أدري فمثلا عندي مثلا سي وبشتري ليفون 11 أو 12 أقدر رجع حقه بال ليفون سي أقول ما تريد شاحن ترجع الجهاز بس كانت أول تعطيك تأخذ منك 200 دولار مثلا 300 دولار تدفع الكيمة زيادة الآن أبل تقول لك حطت ميزة تريد شاحن ترجع الشاحن برضو ونعطيك فيه زيادة أهم شيء الأمريكان تضع 300 دولار أهم أنت الحين الشواحن الماليين دخل ثاروة اشترلك الكوت من الشواحن الماليين المهم هذه الحركة أننا سواتها حين أبل هل تتوقع أن راح تستفيد بها بأشياء الهدف حقها الآن تعرف أن تريد أن تريد الشركات ثانية راح تطلع ما تريد تشتري شاحن أبل بعشرين مواط في شركات ثانية تسوي بعشرين دولار وشركات ثانية تسوي لك عشرين دولار وفيه شاحنين مدخلين في نفس الشاحن افتحها الغطاعة في قوة حين أظهر الشاحن هذا لا يظل عندنا من أنكر كم شارك؟ تنعش طريباً تنعش طريباً تنعش طريباً حسناً تنعش طريباً تنعش طريباً تنعش طريباً نعم سيقرح حتى تدعش طريباً حتى تتحويل كانت تقدم المس بي سي المس بي سي الوائرلس شارجر والأي تبي تقتله المس بي سي خرفيا انهم اذا ما تفوق عنهم تعطي بعض الناس ويقولك ما في شاحن السن الجاي الايفون والسن البعد لا انا اقول مع السنين الجاي ما هو الكابل مية في المية ما هو الكابل من الصندوق بس يظل في مدخل بعدين انا اقول ما هو الكابل من الصندوق او انهم يضعون المغناطيس المغناطيس ساعة 40 دولار سنة سنة بس يضع المغناطيس وسنة البعد يقول لك ما هو المدخل ويقول لك خلاص ما تعلمت خلاص اذا ما لديك المغناطيس لا تشتري اذا ما لديك المغناطيس اما المغناطيس متحصل عن المغناطيس طبعا ارخص من الشاحن وصلنا لم ت دخلت الوقت بداخل المغناطيس احدث تجد على اتفاقات مميزة تجد البحث وطلب المعضة تجد البحث في تقنية ثانية تجد البحث في التقنية اتفاق التجد هذه تجد البحث في 20 قاعدتين ما يدعم فى ثلاث مود تجد البحث في 5 واط 7 واسطة 5 و 10 واط 10 واط لك فى سامسونج 10 واط إذا أخذني أسرع شيء في الـ 8 هذا الشاحن قطعتين يأتي لك وتضع الجهاز ويشحن لا يوجد أي شيء بـ 12 أو 13 أو 12 مع السلك بدون الشاحن أو بدون البلاق الغاص هذا الشيء أنا أرى أن السنة الجاي يمكن السنة البعض هذا أشخاص يتبع شاحن لكي تشتري سننسى الشاحن سنصل إلى مرحلة الآن تمسك الجوال لا يوجد 3.5 يسير نفس الحركة 3.5 يعني تمسك الجوال بشي طبيعي أنه لا يوجد 3.5 صار الخيس في 3.5 الغالي لا يوجد 3.5 كلها من أرض والموضوع لو تفكر فيها موضوع كريم تحس أن حرفياً الـ flagship plus features فهذا الشيء الأشخاص الذين يستخدمونها هل تتوقع بعد سنتين أو ثلاث سنوات يصير نفس الحركة بعد السنين يمكن وسنتين أنك تنسى أن تفتح العلبة لا يوجد شاحن رخيص جداً لا يوجد على ذلك الوقت بعد ذلك الوقت بعد ذلك يصير آيفون الكيس الكرتون ولكن لا رخيص جداً وحباً بعد ذلك بعد ذلك إذا شرت آيفون يأتي تنسى ينبغي يضع يقول يجيلك يضعها في زي بلوك لا بلاستيك يرلو حلاك كنا فرزبي المهم احد الشي انت توقع يعني مثلا نحن هاركة ليش بس ليش الشركات او الاشخاص برضي يتبسخروا عن هذا الشي عند اظهر ليش الشاحن ليش ما تكلم عن السلك السماعة تتكلم عن السماعة من دي تتكلمه في ناس في النت بلوخ رادت اي رادت نتكلمه نقولك انا بدفع 700 على ايفون ما في شاحن ولا في سماعة طيب و اللي قلون لك تعرف بعضهم يقول لك يقول لك الإيقاني انا براح اشتري واحد انا براح اشتري واحد يعني خلاص ما ما تاجه على الأقل بتحسس بحرقته بعضهم يعني اوه شربت هناك سماعة سبين واجد على السلف طيب ليش ما ماذكر مرة تحصب على سامسونج ليش ما تسل السماعة لا أحد دق خبر للموضوع لأن شلون لأن في المين ستريم لا يوجد لا أحد ينكر تحديد هنا في أمريكا كندا المين ستريم الوائفن هذا الحق أغلب أكثر الناس اللي وش موجود في الصندوق وش موجود في الصندوق شغلات كده الوائفن حتى نتمشي في الشارع هنا في أمريكا أنا مستوعب حين لو أرجح السعودية شوف ناس عندهم جوالات أندرويد واجد ما مادري الى الان ترى ما نفهم أنا ترى الى الان أنا شوف الناس يمتحون في الاندرويد في السوشال ميديا ما رحت في السعودية أنا بأشوف هواوي موجودة في السوق المتشرى ما المدري يعني العالم ده ما شفتها ده نحن مالله ما شفتها أنا أحلي اذا سفر مثلا بورتلند هذا أغلب شي شوف وائفن إذا شفت أندرويد ما شوف شي جديد ترى ليش لاني يخذون ويكون بدون أصلا قيمة ما تدفع شيء ما شوف يعني حرفيا ما شوف أندرويد جديد إلا إذا كان مالي أو أنا في السعودية حسنا حسنا أنا لدرجة هنو مبكونا ترى في أشياء مستاندر عندهم للشيء مثلا كلا موحد آنا يقول ليش رصالي حقتك أخضره 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 ترى لدرجة الرسالة عندهم ليش أخضر ما يعرف ان شيء خلاص أي ميسج هذي الرصايل ليش كل أستخدمها أنا أزرق كيف ليش أنت أخضر شنون ما تحسن أن وصلنا للمرحلة أنزين هادا وصلنا للمرحلة أن الناس إجنورات ما بعل ما يفهمون على أن الشركات الثانية كيف تغطي ذالشي ترى أنت تتكلم عن شركة أبل ترى فقط ترى فقط على التغطية الأندروي مطلع لحشان ينافس الشركة بتريد تغطية شركة إيتي انتي مع أبل مع شركة الثانية فرايزن وغيرها ليش مطاقة واحين جذي كذا كيف صار صحيح فالآيفون هو الجهاز الوحيد في أمريكا هنا تقدر تأخذ من دل قوة انك تشتري شيء قوي هنا في أمريكا انك تشتري الجوال ما في أي ختم على الشركة المعينة التي تشتري منها شركة ثانية سامسونج غيره مختوم عن الجهاز من بره على الكفر انه مثلا من AT&T شركة صلاح عندنا مختوم عليها تفتح الجهاز قبل شعار الأندروض من يطلع لك يكون عليه علامة AT&T أو فرايز على السوفتوير نفسه يعني إن برمجتها معه وكي تحط العلامات لازم تكون مجرم او فأزيد من الشهر بيت تشاغذ الله تعرف اللي جيت علامة AT&T وعلى خمس فرين قاعد ألعب سوبر ماريو سكستي فور لأ سوبر ماريو سكستي فور ثلاثين ألعب سوبر ماريو برادرز ولدرجة أنه تحدث أبو الله تكسر هذا الشيء برضو ينزل تحديث ينزل عليكم كلكم خلاص لا هنا اندرويد ينزل تحديث لا انتظر حق AT&T أول شيء لازم الشركة دافعين تأخذ التحديث ما تأخذ تحديث على حسب البلاين مالهم تأخذ الشركة مثل سومسون تعدل عليه بعدها ترسله طبعا هذا الرسال هذا دائمين تأخر رح يأخذ يوم يومين شغلات اللي هي ترسله حق الأجهزة والأجهزة على حسب Qualcomm ما ب Qualcomm في السعودية ما في السعودية جيسم و جيسم بعدها يوصل هناك بعدما يعدلون على حسب جيسم و جيسم و جيسم حسنا في ذلك الوقت نزل سفتيغطان لا 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 يأخذ أسبوع سبعين ثلاثة يوصل شهر ما بشهر يوصل كام 4 شهور 5 شهور لا تتكلم ب السفتيغطان نزل سفتيغطان بعدما يوصلون حق الشركات الاتصال بعدين يرسلونه و إذا ارسله و ارسله يظل يوم يوم يومين يعني ينزل عند الناس و لا ينزل عندهم يتفرم الجهات نزل نرجع حين حق الايفون ماذا سوى تبا المترجم يعني أجزة محترمة ما أقول شيء ما سوى السنة الراحة واو كيف يتفرم الجهاز؟ المترجم 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 الكاميرا لماذا السنة كل الناس ميتين عن الجهاز كأننا أخطر ديزاين والسنة اللي راحتهم اعلانو عنه كل الناس يجون لك طباخ لان شركتان ثانية كلها طباخ شركتان ثانية طباخ كلنا هنا طباخنا انت تتكلم عن الحركة ده معروفة اي شيء شركة كبيرة لازم يتفرقون عليها لماذا الناس يتكلمون ويتفرقون على 3.5 اولا ونقلوا كلهم لماذا الناس يتفرقون على الشاحن يتفرقون على الشاحن والسنة اللي بعد كلهم الناس طباخ كل الشركات صارت طباخ قبل طباخ ثلاث مماكن سامسونج طباخت قدام بعضها كل الشركات صارت طباخ كل الشركات هل من عوايد سامسونج انه تحط الكاميرا العليمين بتتعدى الديساين ترى عمر جدش من عرطة هنا في الوسط من كن لا يقول لهم اندونيسي لن نوصل لحق الدرجة في طباخ حتى في الوسط ثم سأكاد حتى سأكاد فهذه هي الأشياء التي تفعلها بس لو تفك فيه نوعا ما سوى تهيه في السكس لا الاس ناين الاس ناين خلوه طوالين خذو اللي هي الاس خذو النوت ايت وقلبو انا عادف بداياتي بعينت قلبو بس في النص بعدها عادف نفس طريبا السنة ابل اعلنت عن هي وش التن اعلنت عن الايكون تن اذا ما خذلني ايكون تن يوم صار الكاميرات كده في الزاوية والسنة اللي بعدها صار الكاميرات في الزاوية طيب او لا السنة كان الاس 10 كان كده بس نوت 10 صار نهاية السنة اللي بعدها طيب مكمن شلي تحس انه في الاشياء اللي صواتها حين قوية انا شوف انه السنة دي معالج ما اقدر اوه معالج قوي خمسين بالمية اقوى يعني راح تستفيد من الشي قوي قوي انا كنت اتفقعت انه بصير الجي بيو بصير 30 او لا 20 بالمية اقوى صار 50 بالمية اقوى خمسين مال الاشياء ادي ما دعا عنها ما اقول لا يعني ما علي بس انت منت راح تستفيد من الشي بالتأكيد ما بفولد فوركرافت العلم عنها في كلام يقول لك انه كان المفروض يعلنون عن يجبون فورتنايت في المؤتمر ماذا؟ ابل ما بحطت فورد فوركرافت يوم جابا اللعبة اه 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 في كلام يقول لك انه كانوا بحطوهم فورتنايت والله؟ اه يعني كانوا متكلمين معها يعني ما ادري ما كان في المؤتمرين فورتنايت لكن في المؤتمرين فورتنايت بس التي أحدث فورتنايت فورتنايت خفت بس لي نشكل فورتنايت يعني فورتنايت او فالاوت او فالجايت او فالاوت وnamاء و ومشي اللحب الثاني دي ذا يدري اللعبة الثاني امانق إننا حدين ما الان دي اللغمة انه لقيد ولا بي نهاية اللعبة لين تمام نهاية Lancers ماذا تظهر؟ أين موجودة؟ موجودة في الاندرويد؟ موجودة في الجوارات؟ لا، موجودة في البيسي موجودة في البيسي، ولكن لعبة قديمة جداً لعبة قديمة جداً لعبة قديمة جداً ضعيفة لكن كبيرة في الإي سبورت ماذا؟ لا تحتاج لعبة قديمة، لأن اللعبة نازلة من 2010 ماذا تحتاج لعبة قديمة؟ لا تحتاج لعبة قديمة جهاز قديمة بالعوايد، لعبة ألعاب الإي سبورت تصيرون تستطيع تعملها من أجهزة ضعيفة وهي لعبة إي سبورت و قديمة تستطيع تعملها على جهازك في تحديث؟ تستطيع تعملها مرهة طيبة وكل شيء سهل جداً تشغيلها على كل أجهزة، خفيفة جداً وتستطيع تنزل الاسباكتس واجد لتطف شغلت كثيراً بعد إذا صار جهازك ضعيف واجد لا تتكلم لابتورب، لم تطف شغل أشياء هذين نزلت في الجهازة حين في الجوال الجهازك ترفع الإي سبورت تشتغل لا تشتغل مراوح فيه؟ ايوة تشتغل مراوح هذا الشيء قوي، نزلت هنا يبدو مراوح شيء قوي أنا لا أعرف الألعاب لكن لا توقع أن نقلت الشيء ونقلته في الموضل هذا الشيء قوي اللعب نفسه يأخذ السل 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 تكشتر نفس الفورتنايت سل 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 لا يحتاج جي بي وعالي لا يهم أن نجابه لاعبين، يمكن أن أشخاص يحبون بي سي طبعا الوضفورتناكت الكميونيتي اللي فيها توكسس يعني استغفر الله حفالة البشرية موجودين هنا لا يحتاج أن نتكلم عن هذا الشيء دعوا يعني أقول الحقيقة أنهم معروفة لدرجة أننا بانز أول بأول يعني أبل ما تساوي إذا صارت الفواضة نفس اللي تصير كل شهر عندنا في البي سي يمكن أن أبل تشيلهم الموقع لا، المهم، دعوا الناس دعوا الناس الشيء اللي نزلت أبل لماذا لم تنزلت ١٠٠؟ لتوقعتك لماذا لم تنزلت ٥٠؟ ماذا لم تنزلت ٤٠؟ لديك ٢٠٠، ١٠٠٠ اثنين هم جميكس أو ٢٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ يعني ٢٠٠ ٢٠٠ يعني ٢٠٠ يعني ٢٠٠ ٢٠٠٠ لإنه ٢٠٠ إذا بصير وقعي إذا بنصير وقعي ٢٠٠ مبريب 4.5 G المبريب 5G ما يفيدك بشي إذا تبا تثبت في الواقعi فالاستخدام صح إذا تبا تثبت في الواقعي 5G سأجلتك فرصة 5G على الشخص اليابون مبريبك الله 120 سأجلتك فيها 5G إذا كنت في مكان وتقدر تشبك هذا المشكلة هذا المشكلة التي نتحدث عنها المشكلة أنك لن تقول أنك في مكان صدقني علي ان لجلسة قبل ما نزلت 5G شركات الاتصالات نفسهم ما رح يدعمون 5G بسرعة برائزة برائزة لا برائزة برائزة ان علانات في كل مكان وقفت العلانات لها منذ طويلة طلعت انها وساعت 5G ما بهم علينا عن اسموع هذا اسموع اللي راح وساعت 5G مالها وغلطت مدون كبير وكل شيء ولا نزلت علانات الايفون استنت الايفون ينزل في المؤتمر ايه في المؤتمر شباب في 5G ركيب يبغى شكل الحركة صحيح ان مثلا بعض الشخص يبون 120 لكن كفائدة استخدام الـ 5G راح تكون افضل وحتى لو ان ما في فايدة حين قبل لازم تخش ذا المجال عشان تدف ما راح تخش فيه ما راح يندف لا يعني اذا بنصير واقعيين عن مثلا انا انتبهت في الوان الاخير ان التطبيقات اصاروا حجامهم كبارة وكبارة 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 خلال سنة سنتين دخول الشركة لازم لا خلال سنة سنتين تحتاج ما باقول لك يعني 5G بس تحتاج يعني سبسيبس على الأقل LTE سريع جدا وهذا عشان تستخدمها باحترام ما بس يعني رصائل واتساق عما تستخدم انترنت بايد ويظل المئة وعشرين مئة وعشرين حلو ممتاز جهاز اللي هي من فلوكشبس باكس من الشغلات اللي ابيه في جهاز الجديد بس باعترف انه قمك يعني ما هو بشي مهم ما يعني اذا ما صار عندي مئة وعشرين ما اقدر استخدم الجهاز ما في شي فالشي الحين اللي مستوي قبل حطت المئة وعشرين في الايباد علشان اللي في الرسم حرفيا 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 تقلب ما بين الشاشة ومدلو بشي وتزوم هذا تقلب ما بين الشاشة ودلي يعني شي حلو اوكي موجول بس ما من فايدة بس المئة وعشرين متأكد انه قبل حطتها ودلزت فيه بس للرسم القلم بس حق القلم والرسم الكتوار وحطت ببضو الادابتف الاشياء اللي مستوياتها انه انك تفتح فيلم مثلا الشاشة ليش تمسك ستين انه الستين تمسك ستين خلاص تنزل وتصير اربع وعشر دي فيلم اللي بتشوفها ذي الحركة كذا تعويض انك انت بدلا ما تشوف المئة وعشرين وتجلس تصرف علي كثير تنزل اربع وعشرين ما تصرف احفظهم يعني صرفية راح تكون اقل من الستين الستين راح تصرف ذي المجال بالمجال اللي راح تصرف مئة وعشرين هذه الحركة نسوت هذا و احسن من كذي و احسن طبعا اغلب من الناس تارف اللي يدخل الموقع ذاك المصري يشوفون افلام تورن تارف اللي قلك لا يظلم شغل مئة وعشرين وديلي نتكلم عن تطبيقات شغلات يعني محترمة شغلات رسمية شغلات رسمية بس اذا تشغل فيلم صج وينزل الاربع وعشرين هاد 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 كيف الدركتور يعني يبي الناس يشوفونه شوان اربع وعشرين يضل الممثل او ماذا ماذا المخرج و الفيلم نفسه يعني الفيلم مستوى كذا خلاص شركته يتشوف على اربع وعشرين وريد الفيلم اطلبья وبركات جهازك على مية عشرين و الفيلم على ثلاثين الي اغلبة تطبيقات والمواقع يمكنك ثم أسلاثًا و الدليل ان الفيديوهات مثلا المقر prominente ثلاثًا عام الفيديوهات اول ما نزلت قبل الفوركي ستتن في الايفون في الايفون يجب ان اتصور اشوف الفيديو ستين واو الشاشة من الزمان ستين ليش ما شفت واو في المحتوى انا ستين ما في محتوى ستين انا قمتحين ارفع في الستين لانا ما في محتوى ستين كلها تحت ستين 24 جلسين نشوف احنا ايه هذا الاشياء اللي نشوفها ثلاثة في اليوتيوب غيرها اكتر لاشوز مثل ابل مثل ما سواتين حطت انه انت تشغل شاي ينزل هذا حلو جدا لتوفير البطارية وحلو لانك تشوف المحتوى مثل ما يبغى الدراكتر مثلا لو انه في اوبيشن انك تطف فيه كنت في ناس مثل يشغلون موشن سموذنج على الشاشات الجديدة مالينهم انا اروح بيت احد ومشغلون موشن سموذنج طفة ليش مشغله طبعا طبعا يوفر البطارية وفاق يوفر البطارية تشوفها مثل ما بغى الدراكتر ايه ايه طبعا ما علي ودليل قبل ان تنتظر ان تضع المئة وعشرين في ال LCD هذا قبل ما خلته ما انقلت وولد الان في الشاشات وقبل ما حطته في ال ايفون لان مثلا في الاندرويد لا يوجد نزول ال 24 تحت ال 24 ديالشي خاصة انك لحوالة العالمية وعشرين تنزل قراطة حق الشاشة الى الف دمانين ما بكل الشركات عشان يحافظون لان ما حافظوا على الحركة لان يعني ان تضرب الحركة سامسون تقدر هم سويتها هذه البطارية لان الطوب السكس مالها موجود مئة عشرين وكوادي يشغل في نفس الوقت الطوب السكس والسكس كيف الشاشة هكتها مئة عشرين ستين 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 هرت ما ده البطارية أفضل ما ده البطارية ما ده البطارية بس مثلا الايباد الايباد الي قابض الايباد فرسجنريشا ايباد برو عشر ساعات يعطيك الايباد ساكن جريشا مثلا مالذي ساوت كيف الشاشة القطعة دينا في السؤال ايباد 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 فهذه الشيء اللي تنتظر والدليل ان قبل ان محطة 5G في الجوال ليش الشركات مفكروا فيها ليش احنا مفكرا فيها اللي 5G يفصل هذا الحركة هذا الحركة تحسن الشخص واحد يفكر في هذا الشيء تابعي يقول لك الحقيقة فكر فيهن صحيح مرت علي الفكرة مرت علي الفكرة بس ما دققت فيها كنت تمشي رائح الدوام هنا مرت علي الفكرة كتضالع في الانارة اقول اه لو يركبون نوتس هنا حق ال 5G طيب فهذه الحركة قبل سوتها حين كم سنتين الشركات منزلين 5G مع ان السنة الاولى ما اعتضروا 5G ما في جهازة كثيرة فيهن 5G بس انا كجهاز نفسا ليش ما فكروني يحطون السمارتيك؟ لكي يحطون السمارة لماذا فكرت؟ لماذا فكرت؟ لماذا فكرت؟ لماذا فكرت؟ لماذا فكرت؟ لماذا فكرة التي ستضع 5G جهازا البطارية وفكرة حركة ماذا فكرت فيها حركة تحافظ على البطارية بقوة لنتره في الحركة توقع أنه في تحديثات ينزلونها في الاندرويد ينزلونها يمكن يعني إذا جاءت تسرق شكل تسرق ما شكل تسرق ذلك ذلك مهم نكتسرق ذلك مهم نكتسرق ذلك مهم نكتسرق انت تقدر تسويها بس يديوين لتدخل وتحول ل LTE ما هو بسمورت يعني تدخل وتحول ل LTE عادري عادري تدخل تحول ل LTE عشان توفري وارجع مرة أخرى لا تلقائي هذا الشي مثلا افتح واتساب أسولف مع واحد الى شي LTE بحمل بسوي شي قوي يرجع 5G ابلات ولا شي يحمل يرجع 5G طبعا هذي يعتبر مؤقت إليما 5G كون تلغى مؤقت إليما البطاريات القوة 5G يصير ستاندار كل شي وإذا وصلنا إلى الحالة 2-3 كده وخلاص ممكن ممكن بس لا حسن ما تدري ان الـ 5G كيف من خلال كام 4 سنين تقريبا من خمسة سنين بصير عندنا 6G ما علي ممكن 6G برضه تصير دي شي المشكلة انك انت كيف تسوي معالد شي كيف تسوي بطارية كيف تحدث البطارية كيف تنطلع من LTE ايوم نشوف لنا شي كي يشتغل عدل انشعات طلعت بس ايوم انا اقول لك في بطارية بالحسنات بطار الناس احنا كلهم جواري الطافة دقيقا تشوف خلق الله انا اتوصل تفتح الباب كذا على خوك الاصغير كيف تسوي باش حن جوالي الله هو اكبر المهم احنا هذه الشي الكاميرات شو اللي سوت فيهم دقيقا خلنا نتكلم عن الحجام ايفون وطول في مني يعني هتباهات انها لا في الشركة ستقدر تسوي نفس الحجام شفت الخالة اللي حتنا في الدعاية اللي عند الميني شفت خويل اللي اقول لك عندها 5C نفس الشي نفس الشي انا اول منزل السكس بلس شريته هنا كنت كنت على الوسكيقي مع الشباب ساكن هنا شراء واحد من الشباب شراء واحد من الشباب والله اذكر بالخير عبدالعزيز الساعد جاي عندي جهاز سكس السكس بلس او سكس بلس نعم سكس بلس لا سكس بلس او سكس بلس سكس بلس اول سنة في عظم الجهاز كبير جميع الناس لم يكنوا مرتاحين جهاز غريب جهاز تحس انه حرفيا حطوه ماكوسوف بلس سكس بلس سكس بلس بعدين يوم جاء وعنده جهاز جديد تنار تنس ماكس او جهاز جديد تنار تنس ماكس عن سيارت او جهاز برا الدوانية قال يسوي كده في علم وشو ذلك؟ ما يحوس فيه وراء هذا؟ ما يشوف جهاز ويكتب ويعرف يلقط الحروف انا انا اذا مسكت الجهاز لازم امسكه بيدتين ولازم ادقي ما عرف اطقي الحروف لا ويكتب بيد واحد الحروف نزيل خلنا نتكلم حلنا نشوف الحاجم ال 12 مني كيف ماسكه ويمحطه في اخوض اختفار دخلين دخلين ما بين داخله ما يقدر يطلع كذب وزمي يمسي فاته مرات بيقول ويطلع على المرض السحري ذا الجهاز موجه للاشخاص اللي اللي ما يستخدمون الانترنت ما عندهم نفس نحن لازم لازم لألتقي اعظوا مفتوح لازم اي مكالمات عندنا الانترنت لا في اشخاص يفتحوا الانترنت يكتبون كل بنتين انترنت يستخدم اعرف اشخاص انا اللي يذكرهم بالخير والله اعلم ممكن اللي عندهم بيانات والسعودية كذا يطفونه ايه اللي عندهم بيانات اللي بلقام يشغل يشوف شعنده القروب ما قروز يعني يطفينه احيان ما تجد الطفين لان ما تجيك مكالمة بالنسب لي يعني لازم تخلي مفتوحة مش محط شريحة داتا بس انه كل شيء صار في الانترنت يعني اي ميساج يجيك رساله ولا شيء عدي المهم انا اعرف ناس كانت فترة ما ادري حل تعدلوا حين ولا لا ترى في ناس يعني بالشيء لان اذكر انه يفتح الانستقرام يتصفى يخلص يسوي sign out ويطلع حساب بنكي في ناس والجهاز حقه يعني موش الجهاز حق شخصاني مثلا فاتحه متلقير متلقير يجيلك عدو وانتبه عليك يجيلك يجيلك علامة العجاب ماذا عن المهمة فينا اشخاص زي كذا هذا الجهاز الموجه لهم يسوي sign out من واتساب كل مرة لا في ذلك الفترة فترة ان الواتساب كان اشتراك سنة في الايفون ما بعد ينزل في الاندرويد ها ذلك الفترة كانت في السعودية ذلك الفترة قبل اذكرها كنا جلسين كنا جلسين او كنا نشوف التلفزيون كاننا فاتحين بس على مظاهرات مصر على حسني مبارك على ذلك الفترة على ذلك الفترة حسني مبارك كل مصر كل شيء مظاهرات ما مهم المهم خلا حين لدي الشي فهذا الشي ده ذلك الفترة يعني اذكر اللحظات ذلك اللي كانت هيا فترة اتشغل لأشخاص للفعال اتشغل لأشخاص انا رح اقولك كبان في السنة بس في السنة يبون شاشة اكبر لكن بعض الشخاص يبون شاشة صغيرة الوالد يعني ما يلي بيمسك الجهاز- الإنس! بال slavery يعني- صبعة- شبعين من ايدي انتبعي يا شب أبوي انا شيفت بها كبأن صبع عن صبعين من ايدي بنشhof بعد يعني يلي فيعلي guess urai Hell yeah اكبر اوكبر ايدي وايحب جهاز الصغير يريد يكتب كل شيء بها بس يفتح للجوال واتساب دقيقتين يطلع من يفتح البنك استخدامك طبيعي لحق البنك وكل شي وطلع من بس هذا الأشياء اللي يقدر يسويه يعني اللي يحتاج هذا لحق التولف تبي إنسان متوسط إنسان طبيعي إنترنت فقال عنده وكل شي التولف العادي هذا الجهاز اللي راح يبيع مليون في المية لحق الأشخاص احتياجك أكثر أشخاص يقول احتياجك لايفون التولف على طول لايفون التولف لا تفكر فيها التولف برو الاشخاص اللي يبنى الشياء برو لكن واقف على يعني من وصبة أبل واقفين على الحجم برو بس أبي حجم صبيب منعنى إذا وصلت على حرفين على ذاك السعر إذا وصلت لذاك الرقم لسعار شوية غراب وثني شي انت يعني بعضهم بيت الحجم لا لا يعني أنت تكلم عن الحجم بس ما تقولك أن السعر يعني إذا وصلت على ذاك السعر حرفيا أنت خلاص أنت رايح بدراهم ايه بعضهم يقولك أبي برو بس هنا أبي عادي ميزة مثلا دولبي فيجين ما بيها ستين لا ستين كلهم في البرو ما أبي مثلا السنسر شفت ما أحتاجها عادي عادي عندي ما يبي كل شي فيه بس برو برو بس هذا الشي أما لا الأشخاص اللي أبي حجم كبير أبي كل نقطة في المواصلات تكون موجودة ما عندك البرو ميكس وهذه الفئة إذا جاك شخص أبي كل شي لكن ترى لا تعسب إنه يعرف كل شي يعني دي الفئة ترى نادرة لكن هو الجهاز البرو ميكس اللي براح ينتشر في فئة البرو لكن ترى الفئة هل الشخص اللي بيشتريه حين موجود هل هو هو اللي يحتاجي؟ لا دي الفئة نادرة دي الفئة قليلة جدا فئة اللي راح تنباع لطول في العادية أكثر الفئات المهم الطول في مني شريك في الحجم حقي 5.4 طبعا كلهم أولد هالسنة دي اللي ش شوتها أبل 5.4 كبير ليش؟ أبي أصفر طبعا الشركة اللي متكلمتانها أبل قالت إنه الشركات الثانية اللي راح تقيرت تسويت 5G برضو يعني السنة اللي راح تلو سوتها بسهولة عندها ما في ما في خبري أي شي ما في شركة عرفها تسمي جهاز فلاقشب أكبر من 6G ما في شركة عرفها تسمي جهاز فلاقشب والشاشة أبل ما تقول لك أصبب عندها كانت فلاقشب ولا عندها الأشياء العينر أه باتول لكن فلاقشب 600 أو 700 سبعمية واقف فاكفا أبل ما تقول وشي الفلاقشب بس الفلاقشب مال هي يعتبرون البرو ليش كاميرات طالفة إنه اللي فيهم مصوات أكبر البرو كل مصوات أكبر من 2G نفسsą بالضبط نفس الحجم نفس كلشي نفس البرو نفس البرو نفس الشيخن نفس البرو نفس البرو نفس البرو نفس البرو لازم تختبرون لازم تختبرون أبل ما تقول ما بس الجوانب الكالورز وغيرة هل تتوقع أنه سيكون في فرق؟ فرق أرخص أتوقع أن الصغار أرخص أو العادين سعر أرخص ويكون في فرق في المسكن في فرق في الشفت هذا الصغار أرخص هذا الفرق ما بين العالي ورخيص البرناوت هذا ما بين البانل هل تتحدث عن البانلين الغاليين والرخص أنا أتحدث عن أتحدث عن الشاشة الخيمة والشاشة عالي الشفت الكلر الصغار أرخص الصغار أرخص الصغار أرخص 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 الصغار أرخص الصغار أرخص 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 لو أجيب لي واحد في الهند يسوي لي شاشة وأجيب لي واحد في الكونغرس يسوي لي شاشة و أنا ما أعطيه 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 الأشياء اللي يمشي عليها بس أنا أقول لك حماتا سعر الرخيص لازم يعني من أبل في الشاشة على الشاشة ما بيقول لك أن أو الشاشة ما أقدر أطلاحها أتعور عيني لا يعني هناك اختلاف يعني في الشاشة أتوقع أن هناك اختلاف في الشاشة لا يوم لغاد من رح نشوف طيب علي الـ 12 mini mini صار حجم الشاشة أنا وليل حين مع ماما على اسم نيش الفئة المني تعود نازلة في الآيفون معقد صار برو ومني ناس يذكرون البلس وذكرون الـ هي حلوة كده على شان لا تقول آيفون 12 بلس لأن إذا سموا مثلا يقدرون يسمون آيفون 12 هذا المني مثلا مع أنه فئة جديدة حجم صغير 12 يعني إذا كان 12 فيعتبر هذا خليفة الإيفون 10R وإيفون 8 كيف حجمه الصغير مثلا وإذا سموه مثلا آيفون 12 بلس رجلان رجلان يأتي لك بعضهم يقول لك أوه يعني آيفون 12 برو أصغر من بلس آيفون 12 بلس آيفون 12 برو آيفون 12 برو معاك معاك بس أنا أقول لك أن المشكلة أن المشكلة أن المنزل معقدة صارت أنا لي ما أم معقدة بس للجنرال كنسوم مرز وابل ما تبيع للجنرال كنسوم مرز من الناس اللي يدخل أبي آيفون طيب صار معقد إذا عندك إذا قلت لك آيفون 12 بلس لا الجنرال كنسوم مرز لا ما علي من إذا قلت لك 12 بلس ما تعرف فش معاك مني نعم ذي سهل كنسوم مرز بس بعدين برو ماكس من زمان الرضي عندك ما يدلون هذولي لأي الهلين ما يدلون هذولي الهلين ما يدلون هذولا الشيء الأغلب الناس ما يعرفون المرز المقرح ايه اغلب الناس ما يعرفون البرو و البرو خلاص اجري يعرفونهم من نحين خلاص يعرفون الليناب من نحين انا اقول لك انا اقول لك ان الناس كثيرين بيصير عندهم فعلة ديلي سهل عندي مني صغير اللي هي الصغير الحلو البيسيكلي شاصي شاصي 5 بشاشي كبيرة شاصي 6 مثلا ولا بشاشي 6 برضو اصار ما متعتمد ببيسيكلي قلت لك يعني ببيسيكلي المهار ادرجع حين لحق الاشياء انت متخيل ان كلمة مني في 5.4 صارت؟ ادري 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 حرفيا ترجع كم ثلاثة سنين اربعة سنين وارا 5.5 كم 5.7 5.4 4.5 اذا الاشياء كم الشاشة الحجم 5.4 ترجع ثلاثة اربعة سنين في لاكشب انت متخيل فلاكشب بعد الشاشة كبيرة واجب تتذكر تتذكر جالاكسي نوت اول واحد الفابلت تدري كم حجم الشاشة 4.6 لا 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 6.4 8.4 6.5 6.4 6.5 7.5 9.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 تقريباً لرفعو شاشة كدك وقعنا كلمك بشامسون الجديد المهم خلصنا من ذلك الشي الحجان الماكسيف خلصنا على الماكسيف البداية خلصنا تكلم عن الكاميرات دزت في الوضع الليلي دزت في الاستابلات لحق التصوير الفيديو دزت في الكاميرات كلهم يصورون نفس الشي والكاميرا الأمام يتصورك وضع ليلي وكلهم نفس الروزولوشن مما يبشرهم كلهم وزنوهم كلهم طبعاً دزت Social Media عم شاشة 64 بشكل 2 فسيسير فاضح مراضي ماهب كامل كلهم مرفعي ماهب كلهم standard ابل افعتهم كلهم فاقد اضعت في البرو ماكس وضعت في الـ sensor stabilization هذا الشيء الجديد هذا الشيء الوحيد لمسا خلت standard على اثنين البروز وشغل الثاني بس هاده وبعد ما حطوه على السنسورات كلها يعني هذا الشيء الوحيد ماهب مكان بس هاده الشيء الوحيد انا اقدر جل اجلس افكر وقول ان بالتأكيد في السنوات الجاية يبقون يحطونا على كل السنسورات هاده اذا ما لقى الطريقة يحطونا على حتة السنسور الامامي اهم اوك بس ان المشكلة لا تتوقع ان الشرق ما تريد تحط ما تريد تسوي بخارج لكن هي ما غفزت هناك ورفعت حجم الجهاز وفي اخبار وفي اخبار 5.4 و 6.1 كبير كلام كبار وقراب انا لا الفرق اللى سواه افضل من السن الراحة السن الراحة اللى اقول لك ليش بسوا انت الحركة ليش الثلاثة كده بس الفرق بينهم احين ميني برو ماكس تابي صدير عندك صدير تابي متوسط عندك نين متوسط وهذا يعني نهاية الجيل هذا من 12 وبداية الجيل البرو نهاية الجيل انا مجرد حرفيا ما يصبح عندهم واحد كبير واحد سج كبير صعب اعلم اعلم صعب جدا جدا واحد تنس ماكس هذا الحرفيين هذا الواحد اللى يصبح فوق ست باصل خمسة مجرد المهم المهم اللايدار يعني يحس ان هذه الحركة شركات تانية راح يدخل فيها واتمنى ان شركات تانية يدخل فيها علشان الشركات والدعم يعني استفاجأة ان ستدعم اللايدار اخيرا 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 يدعمون منعجبات جميلة في الكاميرات مياه لان انا اخيرا اخيرا ان شخص راحه والتكاميرات اخيرا هان شاء الله ان شاء الله المهم هذي الشيء حركة حلوة الانوتش أتمنى أن تشوف حل لاح أبل وبرضو أتمنى أن البصمة حقتها تتم يعني مثلاً علي شركة أبل أول أي شكل أنا حسرت البصمة تستطيع الـ ID أول كان شيء مستضيل لترسمه في دائرة تحت تعرف أنها آيفون حتى الشركات الثانية اللي بس تحطة وتحطين مثلاً إعلان في الشارع حتى لو أنه بجوال آيفون وما تبين آيفون الشكل الشخص يعرف أنه آيفون الآن النوتش اللي فاق الشخص يعرف أنه آيفون ما تتاوي قدام كيف تحط ديزاين حقاً شاشة بيضوية شاشة الحوافة اللي تصبح هذه الكونرز نفس اللي عندكم الكونر هذي طيب ذا الشيء عادي الشركات الثانية يرتوي بس أشهر جهاز فيها نعم إحنا ما فين حواف اللي كده عندنا حوافنا في الزاوية بالضبط عند تسعين سenee زاوية نشوف قدام بالعكس يصبح يoftع حلك أعاكس بصيل والله الم Lean أينال 4 اه عندها عندها وضع على مستقبل على تيس ام سي السبلايرز كل شيء هناك شركات يتأكدون يأخذون خسارة لكي يشتغلون مع أبل الشركات الثانية كنا أولا نقول لأيفون يشترونها فقط على سعر غالب افتحت الألف أبل افتحت باب افتحت باندورس بوكس باب افتحت الألف باب افتحت الألف باب افتحت الألف ما شف اللي انزلت سامسونج ألف وخمسمية شباب ألف وخمسمية داخل ناكشن كده على طب على طب أبل بس وصلت ألف ما شف ألف وخمسمية ذاك الرجال قال ألف وستمية المهم أولاء وبعد اللي هي الدزاينر ما لهم مدروا ويش ولا باعوا باب قريب الابل فين الباكيج الكبير بس هم صلوا 999 افتحت الألف أبل الشركات وصلت أبل تحسين افتحت لهم الباب قلت لهم يلا دخله وأنا أرجع ورا ترى نفس الحركة يعني أوكي ادخل قدام الله تقدم قدام أنا ببيع أرخص وهذا اللي ببيع لا اهي افتحت الباب ضيفة الشواب ادخلوا ادخلوا الشركات راحت جلسة برة قطلة بهم ادخلت الشركات ما شف اللقاء ما يدخلوا قام ما بين نكب أنا ادخلت برة لا فيه موجود هناك بس قطلة بهم بس أنا قبل قاعد يبيع تحت ليش الشركات مبرض يفهمون الحركة يعني إلى الآن أعدك يا خبرة منهم ايفون 10 جايك سامسونج في ليك يقول لك أن السنة الجاي ما بمدقيقين عليه كثير وبدقيقون على الفولد وبينزل سعر يعني بيصير بورنج يقول لك السنة الجاي بيصير بورنج المهم الايفون 10 10S 11 برو 12 913 913 913 913 913 913 كيف ماسكة 4 سنوات نفس القيمة مع أنها قفزت يعني نفس القيمة هنا 64 ونفس القيمة تقنيات رخصات وتغنية الجديدة تقنيات رخصت بعض التقنيات التي تضعها في الجهاز يمكن أن نفلاش مغيرها وفاقدة كلها عندها تشوك هولد على السبلاير والشين كيف معالج 5K كلهم لا يوجد أحد يقول لا لا يعمل أنا أخذ خسارة أنا أخذ خسارة عايدة ترى اليوم TSMC دفعت ناس الموظفين أنا أخذ خسارة أنا أخذ خسارة أنا أخذ خسارة لكن بعد كم سنة بطلع رباحها أكثر كل الناس يتكلمون لا أحد يخسر أبو تتخلت معه تتخلت معه تتخلت معه تتخلت أن أبو كانت تتخلق معها تتخلقها تتخلقها تتخلق مع بعض وعطيت الموانجات وكوالكم يقول لك ما عندها بمه فيها فلوس قبل عندها فلوس كيف قبل أن تتخلقها في السعر في جهاز عندها ب700 درم كيف كيف تتخلق من دولار ايفون 6 أول اشتري ايفون 5S أنا أول شريط كيف تتخلق من دولار أنا أذكر أنا أذكر أول يمكاني ايفون 6 و 7 وكان يقول 700 دولار خالي وكان يجي لك واحد يقول لك أنا عندي 128 وكان شريط جمعت لي شهرين لكي أشتريه بس أكلمك أن ترى 700 حين نموجودة 700 جوال تشتري عنه 2014 وكان بعد طالعة من القلب وشلونة حينما برحت أبل ماسكة السعر كيف ماسكة السعر كذا والشركات فزت وراحت ولا عندها الاختلاف كثير بين التولف وذي لنفس الشركة الثانية اسلايت اسا 2020 برو كيف الاختلافات اللي موجودة فيها الاختلافات الخفيفة اللي تخليك تقول لك تعال اشتر التولف تقول لك هابل تعال اشتر التولف كيف تفخر يعني لدرجة نهي تابع التولف يمباع تجي وتتكلم ليسون ليفون 10 ارباع أكثر جوال ليش تقولين أنزين يعني بحق لنا ستعال يشتري هذا الجهاز شلون تحس فيه أشياء ايه قلت لك عندها السبلايرز ام مستخي يعني شدين عليهم قوة انا كنت متوقع مليون في المية كنت تقول لك 5G بيغل الجهاز حتان حتان قبت اقول بيغل قبت اقول مية مية الشركات الثانية مية ابل بتغلى على خمسين ستين لا ممكن ميتين ابل بتغلى لا 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 انا اتكلم لك القطعة ايه في فارق سامسونج تشتري القطعة بمية ابل ما تشتري القطعة بمية ابل ما تشتري القطعة بمية ابل تقدر تشتري القطعة بخمسين المهم فالاشيات اللي سوتها الله كريم النهاية السعر احس ابل مساوية حركة مدري كيف ليش افتحت المجال حق الشركات الثاني والشركات الثانية راحة متوهقوا يعني ابل الى الان اذا كذا السعر حقها وعندها جازة بسبعمية ما غيرت شيء من السكس بلس سكس بلس سكس بلس يعني السعر مبرح عندها في مجال هذا السعر وقرار الفلاكشب مثل ما قلنا خلاص انا اتوقع النابل افتحت ذلك المجال علينا اكتشفوا خلقا لهم ما هوا بدفعين لها الدراجة يعني طلب كبير يعني منهم ان السعر الجهاز بحقه بس انه اتكلم مثلا لايفون تنه وما نزل باع لحق الفئة حقها بعد سنة واحد تن آر على طول نزل التن آر ايه انهم افتحوا المجال ونزلوا التن آر لشان خلاص يعني الناس اللي خاص يعني الناس اللي ما عندهم يعني اتوقع كانت فكرة انهم ينزلون السنة لأسول سنتين بعد ان خلاص عن المسر عندهم لجهازين بعدها عاد اكتشفوا انه هذا كلي بيع وما حد عندما ما هب دفعين الناس ما هب راضين يشترون البرو مثلا او التنس بعدها وبعدها يقولون خلاص يعني يقولون نزلون هذا ودرون يعني ينزلون تحت حق اللي يبعون واجد يعني الحركة تقدر تقول ان الاشياء اللي قادت تسويها انه في المستقبل مثلا انه يشتوي تفرد عضلاتها بالفوق بعد سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات تفرد عضلات من فوق يعني هذا هو هب تنزيل من قدر اللي هي اللي تحتها اللي تحتها يعني كامل دل فوق الاكسرا اللي بعد كم من سنة يصير اهو تحت اي وشغلات اللي تصير فيهم زياد يعني مهم شغلات ناساسيارية مهمة جدا حق اشخاص يعني البرول وبرو ماكس لحق اشخاص محددين او البطرانين اي او ان الناس تكلم بطرانين بتكلم ناس الشخص احتياجي او مثل شان ما نقول اننا بطرانين ما هو بطرانين اللي يشتري له فراري كل سنة بطرانين اللي يعني بتخلهم متى اهو تحت جدا او كلمك عن شخص احتياجي يعني في الاحتياج احتياج الناس في 12 تسعين بالمين غلنا نقول 80 بالمين من اللي يشترونو اللي اي فونات عماتها مهم ما يستخدمون كل الميزات مهمة جلا لا يصارون ما بس بإي فونات ولا يعرفون أصلا كل الميزات ولا شاري الجهاز بس لناء آيفون لا بتكلم عني ما يعرفون جميع الأسواق مم بس في الآيفون جميع الشركات يعني لا تكلمني ان في واحد عنده النوت كل يوم يطلع على القلم يستخدمه وكل أسبوع يطلع على القلم في نص ما يطلعونه وليستخدمه سبوع ذا كل أسبوع تتكلم عن اليوم اللي راح بس انك تطلع على القلم تستخدم وشوي تلمسه بصبع وكترجع بالقلم لا 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 اذا انا نعم انا اقولك كذا لان امس شفتك قاعد تستخدم القلم وشوي ترجعت بصبعك قاعد طالع فيك امس يوم جرس لانا انا مشارقل النوت بالقلم وصبعي يحرك المهم ان الاشياء هذه محددة يعني مثلا فيه شخص يستخدم النوت يشاري النوت أصلا وهم يستخدم القلم فيه اشخاص كذا فيه اشخاص شاري الايفون 12 برو ماكس يعني مثلا يرجعك شخص يشتري الايفون 12 برو ماكس انت سئل اول شيء دولبي فيجين تعرفها؟ هذا البداية انت تعرف دولبي فيجين انت تصورت انت تصور انت الاشخاص اني بنزلونها الى 24 بريم لو انه بتصور نعم الكاميرات كلها نفس الكاميرات فتحة العادسة والاشياء ما راح تحس فيها لما تمسك الجواني 2 بريم وانا اتوقع بعد دولبي فيجين اذا نزل اتوقع ان بيعطونك خيار ايه برنا ايه برنا لأتهاء أعلى أداء التي تو cut the power لا главное أهجان المنوضة 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 لا تطلب في نهاية والا عيون لا انا كلمك السن الراحد ترى الجهاز المعالج حقه ترى اقوى من اجهزة ثانية موجودة اي اقولك انا اقولك السن الراحد لا تقارن الا بالسنة السن اللي قابوها تقدر تقارن بملين السنة هذي ايه اللي عندنا الكوالك فالسن يعني مثلا عندك ايفون لو عندك ايفون عمره سنتين ثلاثة سنين او سنتين لا يعني مثلا دقيقة 10R 10S 10S Max اذا نقلت يمكن تحس فرق لكن فرق مش مالحوض ممكن في البطارية اوكي تصور الليلي اوكي اذا كنت تصور ليلي كثير بس لا تتوقع ان في سرعة لا تتوقع ان في سرعة وعندك الاشياء ما رح تحصل الجهاز سلس ما في اي شيء ما رح تحصل اي شيء ونصيحة مني انا خاصت عندنا في العالم العربي 5G مهب اه لا تروح ممكن مدينتي كنت ورحان فيه ما فيه وثاني شيء في الاول الاخير احنا ما توقع ان بنطلع كثار نفس اول كلك عندك استنى المnutsında استنى الم unnie في اشياء مثلا من اقولك Egler 10з 10S Max المحت ile 10 يمكن 10s Max 10R و10s اذا بتغير ما نصحك الا اذا كان جهازك خربا اذا كنت بتغير ال Dios Beromax لا تغير إلا إذا أنت تبيت تصوير و أنت مش تبيت تصوير أنت محترف تصوير محترف تصوير أخذ للجهزة الجديدة فقط لغير عندك iPhone 7 هذا الأشياء أوكي غير رح تحس بفرق وتحس بأشياء كثير 7 الأشياء للجهزة اللي رأى أخذ للجهزة الجديدة وتشوف فرق هذا كل شيء الأشياء لو بتكلم لك مثلاً نحن مثلاً لو بنتكلم لك عن سرامك شيرد ما أفعل ذلك؟ ما حركة؟ سرامك كورنينغ حسنًا ما هي تصويرها؟ لماذا لم تكن في ما هي تصويرها؟ كورنينغ تنفيذها مع كورنينغ لذلك تقوم بأنها تصويرها يعني سامسونج تصويرها ماذا تصويرها؟ ماذا تصويرها؟ كورلا لغلالس 6 هل تصويرها؟ فيكتس يوجد 6 فيكتس فهو مهب رقم جديد هو بس تعديل على نفس الكوريلا غلاسي وهي الاس تقريبا تقدر تقول فأبل لا ما خذت الشيخ خذت السراميك مادجيني أربع مرات يعني هال أبل سامسونج شارية شارية القزاز من كورنينج أبل مشتغلة مع كورنينج عشان نسوي قزاز خاص أبل مشتغلة مع كورنينج عشان نسوي قزاز خاصة أبل مشتغلة مع مستغلة في المستقبل ممكن نحطون الشركة تاري أبل مشتغلة عدد الشيخ حتى لن نعلم إذا أبل تملك حقوق أبل تتحدثين كيفية نجعل السراميك أو نكن من الزجاج تتحدثنا عن أشياء كثيرة ما يسمونه؟ تشينغ عليه؟ ليزر تغريب استخدامه؟ هل مهم انه قد وصلوا لك كيزات أربع مرات تراغالية أربع مرات قوية يعني جهاز ترى الإلافين وفنبرومكسر قوي في وبعض طبعا هنا هنا ما تشف له آيفون بس أنا عمثلا ما يشوف ناس يمشون بشاشة مكسورة له آيفون أين؟ عمثلا في الخريج في أمريكا لا تشوف لا تشوف له آيفون واجد لا لا تشوف له آيفون واجد بس عمثلا أنا لا تشوف حتى عندما في الخريج لا تشوف أندرويد شاشة مكسورة هل أنه آيفون تحت أول قناة شاشة لا يعني تاخذ نقر لقلاس أدري بس أقول لك شاشات مكسورة هل يستخدمون الآيفون في كل فترة لا يعتنون في الجهاز؟ 90% الناس اللي في الدوانية الآن عنده آيفون 6 مكسر الشاشة والبطارية خربانة انتهى الجهاز مكسر الشاشة ما الجهاز الموجود؟ نوت 3 أو 4 هناك أشخاص يستخدمون 3 أو 4 هناك أشخاص أنا عندي مجتمع أشخاص أعرف ناس يستخدمون 6 إلى الآن صح ما قفته أنا عندي واحد من الشبان يستخدم 6 فعادي وإذا ترح الدوانية تشوف خلق الله ذاك الفترة عادي إنسان يمل من الجهاز ما يكسر شيء طبيعي بطارية 100% اختربت أصلا لا أدعم زمان لا أغلافهم هذول حتى لو تشفاء تعرف شباب يشتري الجهاز ويجي الدوانية يفتح على طول جاي وعطوا الشبكة في الباتريبانك وخلاص هذا حياته 24 ساعة ليس بكل الباتريبانك في الباتريبانك يشحن بالكهرب هذا الشيء أو من الواب ثم كسر جهازك بعد سنة سنتين مثلاً أنت تخف أصلاً مثل ما تقول احتناعك في جهازك بعد سنتين ثلاث سنوات ينكسر لا تتوقع أنك أنت لرحت محل في شعر الجوارات إلى شيء قيارت الشاشة تنكسر لأن الشاشات مبأصلية فلا تتوقع عنها أو القزواز نفس الحامي فهو يعني يحط لك باتريبان أو الصناعة حقاً طبعاً فيها أشخاص لا تتحدث عن شيء السنوات اللي راحت ما أدري هل وصلوا في الأندرويد إن IP68 هذا اللي موجود بس ماسكين على متر تغريباً أو شيء مترين وثلاثين دقيقة السنوات هذي تبليتها بس ما حتتكلم والصوت لا حطتها في الموقع حقاً 6 متر من مترين دبريت السنوات ستة متر وثلاثين دقيقة ستة حين صار من مترين لستة يعني إذا طاح جوالك في نهر ينبيك تسبح وتجيبه داخل وصلت لستة متر لو بتتكلم لك طبعاً ما حتتكلم في الأخبار إنها ستة متر لكن أبو حطتها في الموقع حق إنها ستة متر ما تقوم بعمل دبل بالدبل دبل بالدبل مهم ما تقوم بعمل ثلاث مرات ما تقوم بعمل في الجهاز كيف سكرتها يعني إذا كان وصلت الى ستة لنفس المداخل يعني ماش ما ماش يستخدموا ممكن زيادة القاسكيت أو ما اسمه القاسكيت في الشاشة لأنها الشيء الوحيد يعني إذا وصلت ستة متر يعني توقع إذا شارت شريحة إذا شارت شريحة إذا شارت مدخل السماعة لأننا حرفياً لا لا حرفياً التقنية جاهزة التقنية وواصلة تحتاج بس اللهم يسولها توني يسولها حناية بس يعني يدققون عليها التقنية وخلاص يعني جاهزة أوكي الجهاز يصير في وزن وين يحطون الهزاز السبيكر وضبط وهذا لا يصير تحسن جهازك رخيص فاضي الصوت كيف هل بيقى التونيغ ولا شيء لا يضبطون ان شاء الله تتكلم عن مش أنت حسنا نسكر وماسك دعنا نتكلم عن أشياء نتكلم عن أشياء الى الآن الناس مابراض ينفهمونها قبل شوانا مكلم بسنافجات في وقت اليوم عندنا الجمعة يجي سألني كم من اللي أنبير الكباسيتي الحق البطارية الحين كيف تشغل الليزر 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 السنسر لا يجي لي يسألني كم الكباسيتي لحق البطارية الليزر طيب انت شو اللي تبقي فيها الكباسيتي يعني انت لا تتوقع اذا قلتك 3700 كل شيء لا تتوقع ان تتوقع 3700 دولار اذا قلتك في جيبك انا وصلت لمرحلة الآن انا اشوف المقصة الشركات خلاص سأمت الشركات لازم اهم يغيرون ما بقى بلا تغير الشركات نفسهم اهم يغيرون المقصة اللي مسوينها ان يتكلمون كم ملي أمبير دي لازم تتكنسل انا ما تعطيني معيار كم ملي أمبير انا كيف اقيمك بالملي أمبير حقك مع الشركة الثانية وكيف اقيمك بالملي أمبير حتى في الأندرويد انا ما اقدر اقول 4000 ملي أمبير في سامسونج نفسها 5000 ملي أمبير في الهواوي لا 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 4000 ملي أمبير مثلا نقولك في النوت وهم 4000 ملي أمبير في الاس لماذا ما تسبب التجمل 4000 ملي أمبير انا ما اعرفت ان غياس اجل احنا هذي كذا يعطونك الرقم يعطونك تعرف كم جابه والله في الوقت الملي أمبير لا هذي المشكلة في هذا الشيء انا شوف انه اوكي هذا الشيء هذا الشيء هذا المقياس اشق الفيديو اتصفح هذا الشيء اللي كان يكون ستاندرد هذا اللي تسوي ابل هذا اللي تسوي نوكي اول ليش؟ ليش ده الشيء؟ لانه قبل تستخدم ده الشيء لانه صعب انك تقولك كم ملي أمبير لان الشركتاني بس يتبهرون يتبهرون في ذا الشيء وغياس مبعدة هل اشتري اربع علاف ملي أمبير مثلا مثلا في هواوي او اشتري 5000 ملي أمبير في سامسونج بشتري 5000 ملي أمبير في سامسونج ويكمل معدل حق الستدار هذي ذي الشيء اللي يسوينا ويظلت لأرقامهم مشكوك فيها مندي الشركات اللي يقولون لك كم الستدار لا لا حط أفريج مثلا مثلا قولي مثلا سبعة عشر ساعة اوكي يمكن راح يكون عندي خمسة عشر اربعة عشر اوكي كذا شو على الأقل على الأقل عرف المقياس اما تقول لي 4000 5000 6000 أنا ما عرفت استخدامك ما عرفت استخدام أنا أنا بيشتري جوالك على الرقم هذا أنا قلطان إذا يشتري جوالك على الرقم لأن الرقم يرقمك في الجهة الشركة الثانية الأرقام ما تنقص دي كده إذا الأرقام تنقص دي كده نوكيا نزلت كم ذيك الفترة 64 أو كم كاميرا ما نقص عليه ذيك الفترة واو لميناء مدركة فأنك مدقيس الأرقام هذا غلط وهذا الشخص يتفخر في الراو كيف يعمل في هواوي و كيف يعمل في سامسونج لكن عندنا في الاندرويد الراو الراو يؤثر قوي الراو يؤثر بقوة لكن في الاندرويد الراو في الاندرويد الراو و التطبيطات الآن يطلبون رام كثير اخفى الراو جوجل الراو 6 و 4 لا يستطيع استعمالها 8 سنة نرى كيف يعمل؟ فهذا المشكلة مقياس لأشياء المش لا أعرف لها فهذا سبب كبير احتياج كثير لناس يسوون ريفيو كيف؟ هذا الاحتياج الناس اللي يسوون ريفيو لا اللي يقوله فانا استخدمته ماذا اللي يقولك تطبيقات ما قطعت علي هذا الشيء عشان تطبيقات عشان توري جوجل عشان بعد هذا صار في مثل في ريفيو وارز قاموا يسوون هالي يتأكدون انشغلوا موسيقى و روحون في تحنطة الكاميرا و تدقون صورة لان جوجل اكتشفوا منه بسببت الرام القليل تدق صورة على طول يسكر اي شيء في الماكراند فهذا الشيء فابل ما تتداق ابول ما تتداقق ابول ما تتداقق ابول تتداقق والدليل لايفون 2008 هادا نقدر نقول كاتيجوري جديد مازلينة او ساقب هذا الخوف منه لا احد راح يشتغلي المني الاستخدام الخفيف جدا اي ادري ادري بس لا انا اتكلم مرأة اني لجي تقول لي انا جوالة 2008 اجلس معاني 3 ساعات بس اقول لك اشتويه قلالالاعب فيه يصل عندنا بعض قوية مثلا 3 ساعات اقول لك ليش 3 ساعات انا لعبتي بابجي ولا اعبتي اه ما تبعي يصل لك اجل انت تشتري جهاز الحق احتياجك تبعي بابجي تبعي لاشياء عندك الاجهزة اللو فوق لا تنزل اتوقع عضل قوية بس انك انت تشتري الجهاز قلتك مساعدة الجهاز قلت 16 تقريبا 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 قلت 16 المهم انك انت الجهاز مش لحق الاستخدام اذا قلت عضل 16 انا بقول لك 14 ما علي 14 لي انا 14 انا 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 لا لا يشبك حتى على الانترنت الشريحة هذا الجهاز لحق أمي أبوي أشخاص أشخاص اللي ما لهم شغل في الانترنت يبيت جهاز يصور صورة حلوة يرسلها مثلا لو أعطيه مثلا توله في ذلك مثلا أبوي طلع بره وصوره في الليل ورسل لحق عم يقول اوه شون صورت يا بحمد ذا صورة مثلا كده أبوي ما يدري ذا الشي بس ان هذا الجهاز صور وخلاص اي زين مع ابهار ماذا يقول ابهار في ذا الشيء والرسل هذا الحق الفئة من الناس دي اللي ما يدرون ما يعرفون في التقنية وشيه بس يصور وخلاص يفتح الانترنت يفتح البنك حول الفلوس ولا شيء طلع سكره فتح الواتساب الظهرية العصرية ورجع سكره هذا الجهاز اللي بيجي سبعاك يوم أما انك تيجي تاخذ شغل حق التنقس لا باقي شغل الوالد نوز بعد ما معلي غراءة ما معلي في الاشياء الخفيفة لا هذا حرفيا هذا الجهاز اللي استخدامه وولوالد ترى اذا ما خلضاني اغلب الوقات ترى لا لا هو استخدام لايت احتى اليوم الكسبيريا الكمباكت وكسبيريا كومباكت بطارية مات معاكت بنا بس استخدام لايت ايه هذا اقولك في الحركة اللي بتسويه داي راح يتم الجهاز معاك لين قبل ما تنام هذا الشيء الطبيعي اما انك تيجي تيجي بجهاز شغل 6.1 6.1 اللي هو ايفون 12 وطولفو برو تابيه في المني تابيه جهاز صغير وبطارية كبيرة انت كأنك واحد استفر الله ما يصلك بس يخش العجل صبر ما تيجي كالشي لها شغله كلشي لها شغله كلشي لشغله اذا عرفت اذا قلتك انا لك التوالفو برو ماكس لا يحتاج البرو ماكس التوالفو برو ماكس التوالفو العالي تحتاج اشتريه في حط فبالك يعني التوالفو مني لحق اغل الناس الاستخدامه كل شيء كنت تعلمي كيف الإستفاد Treatment لكن بعد Time تجملك هو هناك Technology هناك الكثير من المجتمع جديد الكثير من المهstone وقلوق a小 That's Not سي استخدادêm البشريات currency سيح tissues فقطksen قديم ما للسنة يود الحلال ما للسنة لا هذا قديم أنا أبي بدون زر فهذا الشي الرام ما تقدر تتكلم على أبو غير وصلا وستة وصلا وستة لحق البرول وبرول بس ما تيجي ستري عشان الستة أدري أدري بس أنا أقول لك وصلا وصلا أبقل لأنه ما قلت ستة بس محام الأخبار أنه ستة لنحط الليدة بس ما قلت ستة والثين أربعة برضو وصلا أربعة كانوا ثلاثة في القديمين وصلا أربعة فيها كاميرتين ووضوح والؤولد وصلا أربعة خلاص نمسكت على ذا الشي نشوف في المستقبل كيف رح يكون الاستخدام الفيس اي دي أبل ما تكلمت عنها هل أنه أسرع هل نحطها وزاوية نفسه لأيبارة ما تكلمت عنها أبدا هل نحطها وزاوية هل نحطها وزاوية هل نحطها علاقة لنفس مال بيكسل ما توقع أنه وصلا لحق الفيس اي دي هل تقدرت بكذا ماذا توقع فتح جوازي المهم أن الحركة لم يصلها لحق دي الشي وانه هل أسرع ما تكلمت عنها بلا أنه الـ A-14 ما نشيقل في النفسه ما نشوف قداما ما تسوي الـ 5G خلصنا الـ Bionic A-14 خلصنا ما نحطه ما نحطه ما تحس فيه فكرة حلوة لـ ويعني لم أخذتها من الجزم لو فكرت فيها لم أخذتها من هؤلاء البوربانكس اللي يلسقون من ورها وهذا يعني هذا النوعين ما الفكرة فكرة كانت موجودة بس التطبيق ما لها أحسن حتى الآن يعني لم يجربة لقد تأخذها بالضبط على الشواحن القديم اللي كانت عندها مرجعته مرة ثانية لابس لها ذلك فكرة ثانية أو الشوحن يمسك يلسك يفصل بس الحركة ليش دقيقة ما علي ليش قبل نعرف كهربان رد لي عنه يعني رد كان يجي منه قبل صوت المكسيف وخلته خمسة عشر ليش محلت الويرلس جارجة هو الويرلس جارجة؟ لا السابعة وصلها خمسة حتى المعاب سابعة وصلها خمسة المكسيف خمسة عشر أتوقع بسببت أن إذا شبك يصير يعني دقيقهم مع الكويلز دائريين وضبط فتوقع الخرار لا يعني خلوهم بالضبط قطع دائرة لأن المرة اللي واحدة كانت ليس دائري مئة بالمئة كانت هناك فتحاتي من وصار وشوافلة لا أنا فتحت الجهار دائري وعد مئة بالمئة دائرة لأنه يمسك على الدائرة كويل على كويل توقع توقع تبريد الحرارة حرارة الحرارة وثاني حاجة تقدر تقربة مكسيف هذا إذا بعد ما فيه تقنيات لكي تفعل الجهاز نفسه ويوزن درجة الحرارة حتى الثيم الحركة الثيم البطارية ولكن هذا المكسيف إذا أضعوها في تراجع وهذا المكسيف حرفيا التقنيات الكثيرة لا أتوقع أن هناك تتملك بايتن أو الحقوق على نفس التقنية أو الفكرة بأجي لهذا الشيء ولكن المكسيف الآن هذا التجسر ما بين الوائرلس والوائرلس الحقيقي الوائرلس فقط هذه الشيء لكن المكسيف نظرت قبل انت قلت الباوربانك ممكن أن تتفكر من المكسيف نظرت المكسيف لها سنتين المارك نفس المارك سنتين هكذا الشيء نظرته أولا وضعه في الوائرلس أو نظرته أولا وضعه في الصاعة ونفس المارك سيكون الصاعة لكن هذا كبير يمسك الصاعة ويشحن و بالضبط نفس الحركة إذا كان كذا تتوقع 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 تشحن ساعة في الوائرس لا 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 أين يضع الوائر؟ أين يضع الوائر؟ أين يضع الوائر؟ فالوائرس في البداية هذا يصلت على الشحن لقد قلت مع الماغنت وما تتوقع تلك الماغنة سأتكلم عنها قبل لكن أقول لك الماغنة في السنة الماضية ستضع ماغنت لكي تصير أصفر لكي تنترون الماغنة في كل الأصفر؟ لا لا الأرض الماغنت أصفر ماغنت أصرف لkohlas ماغنت أصفر الماغنت أصرف الماغنت أصرف الأرض الماغنت الأرض ماغنتك جعلت حرفية كانت تأثر الكهرباء تأثر الكهرباء لكن هذه الحركة التي تقوم بها افتحوا هذه الأشياء التي تقوم بها مع الـ AccessOS التي تقوم بها الحافظة الكيس والتي تقوم بها أخبار التي تقوم بها أن الشركات التي تقوم بها يجب أن تثبتها لهم يعني ما تقوم بها؟ تأخذ فلوس منهم كمشتري ذلك الحركة تأخذ فلوس منهم وضع المشتري نعرف بالضبط أنا أحضر الحركة كمشتري لا أحضر الحق شركات بس أنا كمشتري أشتري الغلاف ماكسيف فإذا شفت كمشتري وعرف أن الكلمة والشعار أعرف أن أبل مختبرته وما تنبره على المثل الجودة لو أنها لم أخذتها أول تأخذ عليها ماكسيف بعض الشركات ماكسيف ماكسيف تأخذ كل الشركات تأخذ غلاف ماكسيف 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 أنا أتكلم أنا أتكلم بأشوف الوالت الباق العربت البوك هل أنه قوي هل أنه لا يطيح هل أنك قوي أحصت مثلا وشد لتحد ينسح أكيد لا يطيح لكن في الأسخدام أتكلم و تركب و تركب و تركب و تركب و تركب نحن نحن نعرف نحن نشوف الغلاثة منصر عليها ماجنت في بعض الثلاثين لكي يكون لديهم نفس الدعم للشركات الثانية والشركات الثانية سيقومون برضو نفس الشيء هذا فتحت المجال لحق الشركات يضعون هذا الشيء وفتحت المجال لحق الشركات الثانية ان تبدأ بلكن والشركة التي تقوم بحق السيارة ان تضع الايباد والايفون ويشحنها طول وقامت لك قاعدات ثانية اتكلمت معك انها فيديو كذلك ولكن انا اصبحت انها هذه المجال قبل ان يطلعون انا اذكر اول اذا اطلعت البيتونس وقلت لك ان اول شيء اول شيء في دماغي وهي حق السيارات السيارة هذا البداية ثانية حاجة دي جي اي وبرضو اللي عندهم انه خلاص ما يحتاج تحط قطع تشبوكها في الجوانب بلايفون عشان تركب خلاص الماقنت نفسه يستخدم ففتحوا مجال احين بعضهم يعلق ليفون مثلا على الثلاجة ويكلم واحد تنحط يعني ففتح مجال صح نشوف قدام الشركات شو بتوصلها بذي الشي يعني ذي الحركة اتمنى ان ما ينتظرون الشركات ان بيصير ستاندر ان خلاص تمشي الشركات علي حين السنوات الجاية اتمنى الشركات تخش علشان يصير الاكسوسيريز نفس الشي يكون الحجم الماقنت نفسه علشان خلاص يصير حق الكل اذا قدروا يحطونا اذا ما كان مسكتها ابل يعني مادري فبيسهل كثير في الاشياء ذي بيسهل الشحن الجهاز تخيل ان يكون مثلا تخش البيت على الاجدار الرطوب يعني البلغ نفسه في ويرلس نفس البلغ في البيت وما تخش بلغ نفسه تيجي تحب جوالك على بلغ كدود يمسك وتعمشي والبتر بانك ما لهم ان ينزلوه في اصير اهو في ماجسايف هاذا المشكلة كيف يصونا اهو في ماجسايف اهو في ماجسايف يعني اهو راح يكون اهو في ماجسايف وضاك في ماجسايف فلا تحط سلايد تحطه بس كذا وشينا معك البتر بانك يعني ما بكي ما يحفظ الجوانب كيف يمكن مثلا عادي طبيعي بس الفكرة انه يمسك هاد الشركات اللي يسمونها عين يعني خلاص ما يحتاج الدقات اللي كنت لك اللزقه يمسك كذا ويشحن اللي البتري مثلا ما لا بضع من الشركات الثانية انه اهو ماجسايف وضاك ماجسايف يعني تحط على ماجسايف عند الباب الشارع باطلع اوه جهازي ما فيه شحنة نزيل انا بقول لك شي انا بقول لك شي اشطخ هل تتوقع لا 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 تقول لي هل تتوقع الحركة ان هذا الاسطب ان يلا الارتاق جاهزة هل تتوقع الحركة هل تتوقع الحركة الارتاق 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 اللي طلعت دائرة نفس الحركة وكل شيء يعني بس الماكسيف كبير لإيرتاك هل كبر؟ نعم هل مسكتها في الوصول؟ او 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 انت تتكلم عن إن الإيرتاك يشحن بالماكسيف ما هو بيشحن بالآيثال اوكي ما بان بتركيبه مرضو فهمت غالطانق بتقول شكل بتأخذ الجوال مالك كده بس أنا لتحط الماكسيف اوكي لا اوكي اوكي عادل بترى طلعت حين أخبار أمس أمس أو أول أمس طلعت إن الإيرتاك جاهزة حط الماكسيف يتكلم أنه ينتظرون بس حضرته بالعربي يعني ينتظروا حضرت تيم كوك يقول لهم يلا طلعوها بدأت أصنيعهم كل شيء وجاهزة بس إنه بس ريليس بس باقي ذلك أخراوها الآن يقول لك السنة أبل عندها مؤتمرات كثيرة قريبة من بعض المشكلة إنه السنة عندها منتجات كثيرة قفزات تغير ما بقفزات تغيرات مثل أرم ومنتجات جديدة ففوضة فوضة فليقول لك حين إنه تنتظر إلى قال لهم إنه انتظروا إلى مارت يمكن ننزلهم مادرين يعني جاهزة بس انتظروا طلعوا يقول لك لماذا حسسني؟ حسسني أنا شوف عمتها ما متحمس لها بس كشركة تنزل في شي جديد كتقنية جديدة عندهم و جاهزة وكل شيء الناس يعني تحمسون خلاص جاهز يعني تشوف حتى المساكين الانجينيرز اللي سواها والدفالابر اللي سوا تطبيق وكل شيء كلهم يستنون اليوم اللي تنزل كلهم تحمسين وذلك يقول ما في وقت لا لا الصناعة والدد التدقيق والأشياء المشكلة إنك نزلت جاهز يعني صفت وير هورد وير تكلموا حين نوعا يقول لك إنه بتكون موجودة على اليوس 14.4 يعني هذا اللي بتكون عليه الأكواد وكل شيء فانتظار ما تدري عنها تكلمنا عن الأشياء ستينيسي طبعا تورفو بروتول هو بمايس معرفين البرو ستينيسي المني والعادي الله مليوني الله مليوني الله مليوني الله مليوني الله مليوني برو ما انكس الزراarma الوايد وتلفوتو في الـ 12 برو ما انكس مو بـ 2x لا 2.5 وعنى أبيشوف أحد اللي بشتري برو ماكس عشان 2.5 ليس 2x لاندهم الأدسات يعني كبرت العدسة بقوة هناك او المستشعرات في الأشياء لا 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 تعرف اللي تلقى اثنين في بيوانية واحد شارة البرو ماكس واحد شراء البرو العالي اه انا 2.5 بس الاوبتيكال زوم رينج لا اذاك يقل 2.5 اذا كنت رجال ابيك تستخدمها كل يوم استخدمها ثلاث مرات قبل ما تغير الجهاز التول تشوف الاوبتيكال زوم او زوم رينج في التول فبروماكس 5x هذي 4x الاوبتيكال ومع الديجيطال كم يعني عشرة كانت بس هنا مدري كم توصل ما علي ممكن الى ماكس 13 انا اتوقع انه في البرو العادي عشرة في البروماكس اتوقع ممكن 15 و 13-14 توصل اتوقع 15 والإلفن والميني هذي العاديين اتوقع الخمسة الديجيطال لا ديجيطال مدى خمسة هو 2x انا خبري انتو ما جيتو بالعشرة لا مع الهي التلفوتو وهي مدولة 2x لحين في ديلي نشوف قدام شو يساوم الليدار عالم ثاني بالنسبة لي طبعا البروجيك تحقي لايدور انا عمتا الليدار ما بمهم جدا انان مهم سيارة تسوق لا اتوقع 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 لا الحلو الحلو وانا اتوقع الاطو فوكس والاطو فوكس والاطو فوكس مع ال هذا الاهم شيء الاطو فوكس مع اللولايت الاطو فوكس كويس ليس بس رحة في الحياة لكنه ممتاز لا احد اشتكى مني مب اس 20 الترا اوكي ايه الات كي الاس 20 الترا مع الات كي ايه الات كي اذا كنت تصور بالسنسر الهو ال 180 اوكي مهم بس انا اقول لك الليدار طبعا اعدلو اعجب الليدار بالنسبة لي صج انك تحط التلفزيون و تحطي على الأشياء هذا الدعم اقوى صح بس طبعا و فى 11 بشكل يمشى الحال الشيء في ال ار عبد من زمان اعتبرين ار والعار 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 و لا يمع يلا درجة منتجاتهم عند استحصل على مواقع ابل ترى في ايدك ترى المنتج يعمل في بقوة لا يهمني انا اتكلم عن الراجعة لم يتمنى تفعلها ارتائج تقدم بنرتب الى ك headers لا لا اكتب канал 40 50 60 مثلا في الدايا السفت يار اللي بتسوين فيه والتقنيات والدراسة اللي سوا فيها 대ب mêmes ولكن إذا هونبود ميلي 99 فيه U1 كيف ستحدث الأيرتاق والأيرتاق حقاً مثل U1 مع سوبر كباسيتر لا تدري، بس ما يسوى فيه كتاب والألمنيوم شاصي مع كويلز نشوف نفسه مما يسوى فيه، نحن نتكلم عن شيء لا، لأن U1 معروف أنها دقيقة فحرفياً تحتاج U1 وصورس كهرب وطريقة للشحن يعني الأشياء اللي قلت أنت بس حطت U1 غيرها غير التاقات الثانية الموجودين الشركات الثانية، فيه شركات اللي يسوى تايل وغيرها، ما حطت بس U1 فيها تشوف أبرا يعني هذا صح هذا الفكرة دقيقة جداً، يعني ما تحتاج إلا U1 طريقة الكهرب، يعني بطارية وصوبر كباسيتر وطريقة تشحن بها في إنكلوجر، في شواصي في مكاني تسكر نشوف فهذا الشيء تولف برو ماكس أبلبرورا كذا بيلها أبلبرورا أبلبرورا المهم برورا نعم هذا مشكوه مشبوكة الكلمة حتى بديو الهواء حتى بديو الهواء الكلمة حقتهم لا تقلطان انتاج عليهم أبل برورا حسنا لا تقلطان لا المهم انه أبل برورا لا تنزل حين نفس حركة الـ سنة تنزل عن هذه السنة قليلا ما قدر اقول لك شي بس انه رو يعني تصوير مانشي ما نقول لا مع محمد ما ادري من ذا اللي قام يقول ما ادري من ذا اللي قام يقول أبل بتحطي طبعا هذا البرورا عشان يدعم الديب فيوجين معه بيكون فيه كل شي مكس نعم انت عندكم الرال عادي بس البرورا يدعم الديب فيوجين ما ادري لا بيكون ميزة متوقع الروا كانت موجودة حين قبل اللي حطينا انه بتكون حتى في الكاميرا في كلمة فوق روا مكتوبة انا انا اذكر في المؤتمر تغريبا اذا ما اخبضاني في تصوير الكاميرات قام يقولون ان ندري ان البروز يحبون الروا بس يبون بديب فيوجين فالحين احنا طلعنا هذا البرورا يستخدم الديب فيوجين مع اشياء كثيرة وكيف انك بترسلها المشكلة انه يعني ديب فيوجين في هذا الشي مثلا ان حين قبل شوية لقد قلناك الدلبي فيوجين و ديب فيوجين بعد قام يقولون انهم حسنوها حسنوها فحين الدلبي فيجين للشياء اللي مسوينها انه انك بتصوير دلبي فيجين في الجوال و برضه بتسوي عليه تعديل بجوالك وتقدر تسوي لان حرفيا ما في مستحيل تقدر تشتري جهاز بهالسعر عشان تعدل على دوبي فيجين بدون تطبيق شاري او حرفيا اشتراك شاري غالي و كاميرا يعني بروفيشنال برو بروبرو فيجينال بروبرو بروبرو proفيشنال يعني ما اللي كاميرا كاميرا إذا ما خب إذا ما خب ظانني أرخص كاميرا لحين تصوروا فورا يمكن ب12-11-1000 دولار دولبي فيجين 12-11 دولار هذا اسم يحتاج جريء تحتاج كمبيوتر كبير تحتاج اشتراك و تطبيق دولبي فيجين حتى الشركات اللي بيحطون الدعم بتلفزيونهم بفلوس ومشروف الHDR ودوبا فيجين يعني مع الاحترام ما هو دوبا فيجين دوبا يعني ستاندار على حسب الشاشة ملا فيه الاشتراك حقه لدرجة لنا يختمونا هم يختموا هم يختمونا هذا عندنا دوبا فيجين هذي طبعا على حسب الشاشة نفسك ما هو دوبا فيجين ما هو دوبا فيجين الا على هذي الشاشة طيب انا ما اودي اوكي اتكلم شوي خفيفة عن دوبا فيجين معروفة ايني بس فهو بيعني ستاندار دوبا فيجين وبعدنا تشغله على شاشة 1080 او 720 تقول ما بحلو البداية انا بكلم عن شي خفيفة ان اتمنى ان الشخص اصلا يجي يشتري الايفون برو برو ماكس من كثير ما هو برو يعرف على دوبا فيجين ما الفرق بين دوبا فيجين و بين الهدر الهدر يلعب لك في الالوان الابيض والاسود هذا اللعب في الاشياء دوبا فيجين يلعب لك حتى في الإضاءة هذا الموصلة الهدر طبعا هذي عندكم الهدر العادي سيصبح تنبت تنبت و برضو ان الشي وهذا ما خفضاني هو الجهاز الوحيد الجوال الوحيد اللي صور تنبت عندنا احنا نقوله الجسر ما بين ال8 والتنبت اللي هو الHDR 10 Plus فالمهم ان الهدر اللي سوي الاشياء هذي يعني تقدر تقول الدوبا فيجين ان الشي نرجع حق الدوبا فيجين بين الHDR 10 ودي الموجدين ان الدوبا فيجين الزيادة على ان يقدر يلعب في الإضاءة فيه يعدل على الwhite balance نفس يعدل على الwhite balance يعدل على الالوان عمتا ويسود السواد بدون ما يحول بدون الكراشنج ويرفع اللي هي يلعب في الإضاءة عمتا يرعب في الإضاءة هذا الشي اللي زايد عن الHDR 10 الموجدين هناك فهذا الشي اللي برضو انه ما تقدر الشركات تحطى في التلفزيون حقين هؤلاء لا بتصريح أو اول شي لازم باختبار بعد اختبار لازم يدفعون فانك تشتري في جوال تسوي ذلك هذا حين يعني مثلا نقدر نقول الآن الايفونات 12 الجديدة قفزة قوية للمصورين هذا اللي تقدر تروحها اوكي الحق للاشخاص العاديين بالآدق اللي صورون فيديو تصوير الصور قفزة ممتازة خاصة في الفوكس بس الليب اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي الشي الحصري عندها الشي اللي قلناك أول أبو الأو ما عندها شي تسوي جديد صوت الشي تذكر هذا التوجه يعني حق ذي الشي اللي تنزله يعني مساعدة بنزله سيري هذا القفز هناك البصمة المغافزة هناك كان الشركات حين كلهم يصروا مساعد كلنا عندهم مساعد فالآن يا جوجل يا جيكس بي فالآن لازم ذي الشي نزل في الشركات الثانية وتتخلى أتمنى تتخلى عن الـ 8K الآن يعني وقف الـ 8K على جنب نرجع سوى ذي التغنيات هذا 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 التغنيات اللي نجد هو إذا إذا الصGet نفس يدعم 8K ما احد يقول لك لا طيب حت ما ضبطت عادل هل ضبط الشي عاه 0 حتى ليس ل marketing لا صامد Saying أه ما يقدر احمل ما يقدر يصور 8K إلا خمس دقائق بسببت المساحة بسببت الحرارة بسببت الاندرويد معناه يتخير في الاندرويد الجاي المهم هذا الأشياء تلفوتو في البروز معروفة من زمان النايت مود اللي هو العزل اللي تكلمني عن قبل رجل كله من الليدار حطينها أبرو من خفضة ما رح يسوي لك فوكس الجهاز ما يشوف الوراك مافي جوال في الليل تستطيع عزل هذا الشيء القوي بس حتى له مثلا أحسن جهاز يقوم بوكا او بوكا أفاكت في البيكسل مستحيل يكون مع الليدار هذا أنا أستطيع الليدار لأن البيكسل أحسن جهاز يقوم بوكا أفاكت ما هو أحسن من النوت والS20 Ultra بسببت السنسورات الكبيرة منهم إذا وزنتها وضبطت الصورة بوكا أفاكت هناك لأنها بوكا أفاكت حقيقية بسببت السنسور كبير الابل مع الليدار يمكن حرفيهم بالضبطة بالضبطة أحسن من أنك بتويلها 100% تشعر أنها صج بسنسور كبير نشوف نحن قدام و برضو تتفخر أبل أنك جميع الكاميرات 12 ميجابيكسل في فوق تحت بصور كبير كلهم سرين تجران الباتري ما رح نتكلم عن ولت توقع أن الباتري يختلف أرقام، قل أرقام بصور كبير بصور كبير 12 ميجابيكسل 12 ميجابيكسل 11 ميجابيكسل بسبب ما؟ بسبب الحجم الحجم نفسي قبل ما لعبت 10R 11 12 ميجابيكسل أما 12 ميجابيكسل و بينما الـ 11 Pro كبرت الحجم و حدث نفس نفس الحجم يوم كبرت هنا خلت البطارية نفسها مثلا 11 Pro الغديم والـ 12 Pro نفس عطائك للبطارية الآن طبعاً إذا في المتصفين في فجيعة عطول ما نتجنون بحجم أكبر كبرت الحجم على شان البطارية تكون نفسها كبرت البطارية عشان يعطيك نفس استخدام الغديم و نفس نفس 11 Pro Max كبرت الحجم شوية و نعطي أداء بطارية أكبر لكن المشكلة أن الأرقام نخشل على الأرقام كل ميلي آم صغر على التسريبات الموجودة قلت بالميلي آم ليش؟ يعني توقع توجه العدسة اللي خلت مساحة كبيرة و فوق مساحة مع الماغنيوت حق حق الشيء المنوارة داخل القطعة في الجهاز لا أتكلم عن الماغنيت لا أتكلم عن الماغنيت لا أتكلم عن الماغنيت 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 بيأخذ مكان في اللوجيا و برضو الحجم أول السماكة السماكة قلت أبل قاش تغلل لأني أذكر الواق سميكة فأول كان 8.1 إلى 7.4 يعني ما سكين أبل إلا نقلل حتى لو أننا بطارية لازم نقلل ما توقع تقليلهم عمدا أبل معروف أن تقلل عمدا و كل مرة تتباه أبو الأمس لا أبو الأمس لا أبو الأمس كيف الإنسان يقدر يقلل تقليلها بسبة اللي حطوه ما هو بتقليل هي يقولك صغر من الرقب بسبة الماغ سيف القليلت بالعكس إذا حطوا الهش كان يعراض الجهاز يقل هل تتكلم عن الثيقنس أبو الأمس الثيقنس نتكلم عنه لا لا شكله لا تتكلم عن الثيقنس غير الثيقنس بسبة الحواف والمسكة لأن المسكة مالات البروماكس سنة متينة كبيرة تنحيف يساعد على المسكة ومع الحواف بعد الحاد فإمكان حرفياً استخدامه لأن المسكة ستكون أفضل يجب أن ترى الشركات كثيرة تحوّرت حتى منها أبل تحوّرت الحجم والكبر والثيقنس والوزن يجب أن يترجعون أبل يجب أن يترجعون يجب أن يرى المسكة في اليد تذكر أول ستيف جوبس يتكلم عن المسكة في اليد لا يتكلم عن المسكة المسكة في اليد المسكة في استخدامه الآن الإيفون تترجعون هذه الأرقام من مواقعبه ونأخذها من شخص ونصورها يمكن أن ترى مواقعبه لكن الوزن يقول لك الإيفون نعم الجديد الآن الغدي 226 حسنا الآن 228 لذلك لا يجب أن تترجعون تحسن الآن لا يجب أن تكون مواقعبه وزن وزن لا الجديد الآن لا يجب أن تتحل لا يجب أن تترجعون أو أن تشعرون لا يجب أن أحصل لا يجب أن أحصل وضع طيب يجب أن تقوم بإستخدام المسكة لا أعطيتها لا أعطيتها لا أعطيتها لديك 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 سي لا تجيب لي علي إن تجيب لي قاعدة إن تجيب لي تبي جهاز 7.6 تبي مسكة في اليد لا تكلم كأنك تجي لي تقول لي واحد أبي جوال صغير بس أرقام كبيرة مسكة في اليد حتى الجهاز الكبير يمكن أن يعدلون مثل ما سواء الحين الفريم السرسي له الحواف السرسي له كلمتك غير كلمتك لي أن تبي تمسكها بإيدك لا يسهلون الاستخدام لا تقدر يسهلون الاستخدام بيد واحدة يصغرون مثلا الحواف يصغرون مثلا يضعون عند البازل بشوي يصوون شغلات صغيرة يعني أقولك بس شغلات كده صغيرة بس تساعد على المسكة المسكة مش بالاستخدام المسكة ومن المسكة الاستخدام ما تقدر تستخدم بس أنك صبعك ما تقدر تستخدم في جهاز يدك تبي استخدام يد عندك الجزة صغيرة دي معروفة معاك 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 أنا معاك معاك بس بي شغلات يسوونها على درمدار الشاصي لحق المسكة مع المسكة والاستخدام نفسي سهل عليك الاستخدام وريح عليك في المسكة أقلب انجينيرينغ وصناع لي ذا الجهاز أردت شرون وصناع لي الجهاز إنه شوف شوف انت تقدر تسوي حركتين يا إنك تبيع تسوي أنت شي تغني جديد تطور صبع الإنسان أنا حين لو أعطيك أيباد أنا أعطيك أيباد خلع عليك ما بيد واحدة أنا أمزح أنا أريدك تصنع لي أيباد أردت شلون تستخدمه بيد واحدة ليش ما تقدر؟ يقدرون واجد الحجم بس يقدرون يقدرون يصون طرق في الحافة مثل الإيباد وشغلات بس يساعدك على المسكة في الإيباد واستخدمه يساعدك يساعدك على المسكة ولا يستخدم بيد واحدة ما بيخليك تستخدم تقلب ما تقدر لأن الإيفون فورس تقدر تستخدم بيد واحدة إنه حجمة صغيرة ما بيقلب فورس لأنه في فرق بين المسكة والاستخدام بيد واحدة في فرق دلي تشبكه مع بعض إذا شلت الحوار النط يقولون لك ناس صعب عليهم يستخدمون الزوبي حادة تحت الاستخدام بيد واحدة أو المسكة بيد واحدة المسكة والاستخدام بيد واحدة انت شلون عندك؟ انت عادي قلت لي أمس استخدم بيد واحدة يلا رفع فوق ما استبادلة ما وصلت هنا ما وصلت في الزوبي انت بيد خماص يعني ما تقدر تستخدم من كلية بس لو أن الحفة هذه منحوطة كان أقدر أدخل شوي زيادة وما يحفر في لي ما يحفر في لي بالزوبي الحادة الحين ما تعرفت تستخدم بيد واحدة انت الجوال ما بحلول استخدام أنا قلت لك عادي عندي بس لو أنه صار كذا بساعد كيف تقدر حط لي انت دبر لي شيء استخدم النوت التوني مدري التون بلاس بيد واحدة يلا استخدم لي ما علي منهم الألم ارفع صبعك ودخلها من الوسط استخدم يد واحدة لا مستبدن انت ما مسكت صن الجواز بس حط على يدك ما تيجي بالمخ بالمخ ما تيجي جهاز 6.7 انت داخل شاك داخل بخناق انت ما تيجي تيجي حواف نزولات دوائر بالمسكة مش الاستخدام المسكة تريحك في المسكة تريحتك في المسكة تريح الاستخدام بس تريحك في المسكة تريحك بالاستخدام لا تريحك في المسكة بس كما تريحك في المسكة الحواف داخل الزوايا يصغرون لا تريحك في المسكة فرس بس ارجع اقول لك اذا انت عندك اختراع اذا انت عندك اختراع تقدر الانسان يقدر يستخدم جهاز انسان يدي الطبيعي 6.7 بيد واحدة لا تريحك في المسكة لا تستخدم باحدة بس يساعدك كلها تقولها بيد واحدة يساعدك انك تستخدم بيد واحدة تساعدك استخدامك اليومي انت تعرف الناس تعرفهم انا استخدم جوالي بيد واحدة حيانا عشان اقلب عندي تطبيقاتي عندي اللي تحت عندي الشغلات اللي هنا عندي الشغلات اللي هنا ما بدايما انا مدي يدي الثاني لانسان خلصان اذا بطلع بطلع بدق بطلع بسوي بطلع بروح بطلع بفتح السطور اي هادي اذا نظفوا هنا عدلوا هنا ابدال ما اقدر استخدم اذا نقول لك الربع لهذا اكبر شوي اقدر وصل لنا احنا رجعنا مسكلة الجهاز يعدلوا مسكلة الجهاز عشان تمسك الجهاز بارتياح صح؟ بارتياح ويساعدك على استخدام بيد الوحدة يساعدك ما بيخليك تستاخد من بيد الوحدة يساعدك قل لي كذا من البداية قلت لك من البداية يساعدك انت احين استخدامك اذا مساكتها بتستخدم ربع بيد الوحدة بس قرد يتيب تستخدم جهازك كامل لازم لازم بس شغلات حواف تنظيف منا بيقوم يساعدك ويساعدك على استخدام بيد الوحدة طيب احنا نتكلم احنا عن ايفون مساعة صح؟ اه وين الايفون الحواف اللي عندها حتى نستهدك استخدام واحدة؟ هادي قلت لك اللي نظفوها مبهو عندك لا وردي هناك الكير موجود حلو حلو وراهب حلو وراهب حلو وراهب الحواف هذه البيضاوية او الدائري او القوس اذا منظفوها هكذا صغر الشاط فقرب يدك صبعك وصل المسافة اطول حسنا حسنا صح حسنا صح حسنا صح حرف البا يمكن اوصل اول احنا بوصل حق الالف يعني بوصل شوي بحرف زيادة منك حسنا حسنا يعني ما بقانع ما بمقتنع لا حسنا خلا ما بمقتنع هو حرف حرفين هذا هذه الشغلات الرياح الرياحة 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 تتعودك اوه كبير مها بمريح مسكتت حفر في اليد انتبتها غني عمي الان ان الكير في الى موجود في الإفون 11 كيف ان الثلاثة مش حاد شنون هو الجهاز الجديد اللي يكون زوايا طائمة يعني في في حواد يعني صغر صغر حواد هذاك اللي في حواد يكون مسكتها أفضل من المقوس عشان في الإيد المقوس اللي ما يطبع في الإيد المقوس بيحفر إذا مديت صبعي كده أكثر والمقوس المقوس اللي يحفر إذا مديت صبعي واللي في زوايا اللي في زوايا بيثبت أنه ما هو طالع واللي ما بيحفر أكثر نكمل المقوس بيصير عندك ناقص كده هنا حرفيا بيصير نمعا ما كده نفس الكيس عندك زائل كده كده أصغر هل كم من إنش هذي؟ يرايحك نعم نكمل معكم هذا الـ تنظيفات الاستخدامة اللي يدقيقون على شغلات منا هذا بزاوي ستين صورة بزاوي ثلاثين مع الواتف هذا العكس إنه في الـ يعني انت حين إذا جيت حين أقول لك أنا نعم هنا ولمس ذا بس كده ولا أجيب لك كير في أنحت لك أريح ذاك الكير الـ يكون أريح لأن تقويسته بس ذاك الـ بس ذاك الـ الانتفاخ فيه أكبر أريح ما يقز لا الانتفاخ فيه أكبر يدخل أكثر ذاك يوصل له لا تكتب لا تلوصل حق الباب حرف الباب خلنا نغير علي خلاص ما راح نتفق جهازك النوت زوايا غير نوت حقك النوت حقك غير ليفون كنت شرح زوايا هي أعرف على أمام جيد هاتا نعم هذا كان يحفر في إيدي ادراه انت أريح هذا الزوايا هذا الزوايا ليس الزوايا كنت في القفزك هذا يضرب امسك نعم وانت فقط حسنا كنت أصل لجابه شفت الشعور؟ شفت الضربة هذي؟ وين الضربة؟ الضربة هذي.. الضربة في البوم الشعور... طائم ذي أقوى ذي حادة أعم ذي حادة بذلك خلاص سكر الموضوع سكر الموضوع ونأتم الحكم على الموضوع فهذا الأشياء الحجم اللي تكلمنا عنه ما بقى ايش يعني في الجهاز توقعنا مشيني عليه كله مشيني عليه كله مرة طاني تارف بودكاستات ما بندقك كذا واجد اي 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 وما بكل يوم ينزل ايفون صحيح اي ما هو بكل يوم ينزل ايفون فالشركات كلها اولد او الشاشات كلها اولد شركات كلها اولد خلاص ترجع حين سامسونج بتنزل ارسيدي من شركات تانية او الشاشات او الشاشات او الشاشات كذا خلصنا في الجهاز قلنا عن كل شي الفارجية توقع عن سامسونج سامسونج حرفيا في احتمال كبير السن الجاية الجوالات والين كلهم حتى السلق اولد حتى الاي حال عندك حاجات تتكلم عنها زيادة او لا في ليك اليوم سامسونج حاجات انتل صغير خفيف يونس سلام كالله سامسونج من ان ان يقبوا على الاشي او الشاشات او الشاشات والتوربو أب من 5Ghz بي7 25.2 بي7 وي9 الكلام انه بيوصل ل 5.5 شنو حلو فريزر عشان بردة ما تدري ما غيرو ترى لالحين TSMC بلس 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 تحسن ان ارانك في دبل من كراي بلس 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 و الراكتلاك انسيني انا سب دقيقة سوري اني فون تول فو برو يصور نايتمود تايم لابس ماذا اذا اذكر ها اذكر ها اذكر اني فون تول فو برو تول فو برو ماكس كلها بسبب الله اضا ما في ناس كتيرين يصورون تايم لابس بس بس او اذا صار اذا صار اوبشن تايم لابس يعني عام بصير ممتاز جدا يعني اذا صار لا 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 اذا صار اذا صار مثلا نقول لك اللي هي لولايت مكون و انت تحط تايم لابس ما حتى من بس ساع حلال شروغ خيمات غرب الجو الشمس خفت المهم راكت لاغ بيستخدم مدخل جديد GLA 1700 يغيرون الصوكت يغيرون الصوكت ال i9 يصير صوكت أكبر صوكت جديد خاص بهم ثاني يصير عندهم ثلاثة صوكت عندهم يصير زينون وعندهم كل المعالجات و ال i9 هذا إذا ما صار بس في كلام يقولك بس ال i9 الأكستريم ليس الأكستريم أعلى اقوى i9 يصير فقط يصير صوكت و مدربورت الله يساعد ترى الأرقام حلوة حلوة أنا بيها بس شي بررده شي بررده علي لماذا انت حاط في بالك التغنية تأخذها من الجهة واحدة انت يعني انت في بالك حين وهم الحين فرن ما علي ايوه وصلوا فرن ويجدرون اننا متأدين من الفرن لدرجة ان الشركات اكبر الشركات ابل منزلتها عندهم الكبير لان فرن دروا او لا دروا دروا طيب تتوقع ان اقول ما عندهم لها الطريقة اشان خلاص اي ام دي خذت ال اي ام دي خذت ال غيمين ما علي خذت بس انت تقول انت وصلوا لها 5.5 انت وصلوا لها هل ما تتوقع ان احنا عرفت انو وصلوا لها تتوقع ان لازم يطلع للك برضو ان يتكلمون حق التبريد الليك اللي طلع انوصلوا لرقم جديد عشان ما بلازم الليك يطلع لحق التبريد التبريد مفهوم خلاص ما مفهوم ان الحين هم فرن يابين وصلون 5.5 خلاص يمكن حط لا حطوا شيء ممكن ما تدري سووا شيء ما عندهم شيء يسوونا يمكن فيه ليك شيء جديد فيه اشياء ليك جديد ما بيطلعون لك ليك بس انه في اشياء ما طلع فيها ليك اذا نمش على التاريخ اخر كم سنة ما عنده هاي شيء يتوي ما عنده هاي شيء يتوي ما عنده هاي شيء يتوي ما فيه لا تنحف في الدي وتنحف في الشيلد و ترفع القلق سبيد و خلاص AMD وصلت AMD احن خذت منها gaming وخذت منها البروكتيبتي خلاص AMD وصلت خذت منها حق المنتاج المنتاج الزينون احسن من الثلاثرابر احسن من زينون وكل شيء بالقلق سبيد بالقلق سبيد كدعم برنامج كدعم استفدام برنامج لا يوجد برنامج يقولك انتل بس عندنا انا عارف بس كدعم الهرقام اذا يدخلت فقال بلندر ولندر البلندر بأربوك عبوك عابته بأربوك كل شيء كل شيء عندها AMD وعندها رخاص مثل بي سي عندها كهرب صرفي أقل الحرارة أقل كل شيء وهم بس اللي عندهم لأن الصالد الصالد قديما الصالد بس الآن فالشيء الوحيد اللي عندهم أرفع القلق سبيد ليش؟ لأن صلوه ليس لدينا شيء رفع القلق سبيد ليس لدينا رفع القلق سبيد السرعة كم هم AMD 4.8 عمدة لأنه وغيرها وغيرها انت لحين في بي سي هل في المعالجة تبريد ماي ولا هذا الشيء يظل يرتبح الحرارة الحرارة سابقه لن نتفع أصدق المعالجة مكيف والفريون أو هذه التال وخلف النايجين لا تنفع نشوف المعالج هذا المتراح نزل سنة جاية ايه نشوف من الناحين للسنة جاية حطلع الليك لحق الأرقام هاد الشي اللي يبهر الناس بس كأدائك أستخدامك شال الأشياء الثانية اللي بتكون فيه ما ندري عنه يعني ليك عطنا أي معالج الليك حق لازم تقول لي أرقام ثاني شي الثاني شي أنه الكلق سبيد ما هو كل شي الماعدة الاقل منهم وتأتي فهو زيادة ولكنه لديك سبيد الكلق سبيد لديك نسومر انتل 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 الانتل 5.5 هاد اغلب الكنسومر يشترون هكذا بس خلاص حرفيا الآن و akhir largest الآن حالياً في تسجيلنا في هذا الفيديو حقيقي حالياً في تسجيلنا حالياً في تسجيل هذا الفيديو empresas يمكنني أنيด في حالك في المعلجات هل توجهة نظرك كنت؟ وجهة نظارية والربيوار والسكور وكل شيء والشارت انتل ما عندها اي شيء راكت نيك جاي وعلى التسريبات وعلى الكلام ما لهم الشيء الوحيد اللي عندهم جديد يقدرون يهاجمون انتلابه الانتغرية جي بيو ما لهم ممتاز جدا احسن من ال MPU اللي يحطونا في اللابتوبات أحب اللابتوبات الخبيبة اي 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 احب انتلابه عن MPU لديه جي بيوات بي فتحط راديون معه فهي الانتل في النسخ اللي رسلوهم للربيوار النسخ ال ال предproduction اللابتوبات تنزل السنهاد كل مساعدة تكلم عن سنجوا اي 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 احب نسخ الابتوبات لا أريد شركات لا أريد شركات لا أريد شركات تطويرات والذي استخدموه هيت موجود حرارة تطلع شغل أبل أبل لا تقلب تقلب AMD لكن GPU لا تقلب CPU لا تقلب راديون لا تقلب تنزل السن الجديد إذا نزلت السن الجديد الابتوبات تتوقع الآن توقعات 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 نسخ توقعات 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 و ساحة بقوة و وجلها AMD في Ryzen 2 والراهن ما تقدر تنام حتى لو انك على حارش ما تقدر تنام تهد ولا تفكر بالتحتك وهذا كم ثلاث سنين لهم ثلاث سنين لهم ثلاث سنين قاموا يجيبونهم في السيوبيوات العادية ولهم الآن أربع سنين اخساروا الوركستيشن بالثرادربر اخساروا الوركستيشن انا اذكر كنت في السعودية منزل الملتي الهي ثرادربر مع الملتي ثرادينج تحطمت AMD لا كورز لا ثرادز لا كل شيء خلاص ما في الوركستيشن رحمه الله نرى 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 و لكن إذا انتل جالسة على الهي 14 و وصلت إلى الهي 5 فالقلط من AMD كانت يجب 15 لأمد انتل لا يوجد طريقة الوحيدة تضع كل المال لها ترفع و لا يخترب و لا يقوم لأن هذا الطريق الوحيد الذي يمكن أن يجب أداء زيادة فيه حسنا و AMD؟ AMD نرى أن الدي يصغرون الحرارة يزيدون كورز يزيدون ثرادز حسنا يضعون ملتي ثرادين يغيرون الكاش الآن أعطني مثلا أعطني نسبة مثلا بين أداء معالج انتل و بين أداء معالج AMD كم أقوم منها؟ AMD في بعض الأجزاء AMD دائما تجدها أقل منها 1 GHz 1.3 شي كذا والأداء هي أحسن منها 18 19 20 30 ما أقل منها؟ أقل منها في الوقت في الوقت أقل منها جيجا ونص جيجا ونص جيجا ونص شي كذا وهي أحسن منها 18 20 80 80 80 فالآن ما هي 7 نانومتر وهذا انتل 14 ساعت 30 أقل منها أقل منها أقل منها أقل منها أقل منها أقل منها تستطيعون تقريباً 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 حسناً تقريباً لكن الآن إذا انتل او امد صارت أفضل هذا الـ هذا الـ 18 أفضل هل تحس أن الشيء ممتاز لحق امد وإمتل امد هذا الـ 18 أقل صرفية كهرب وعلى سنة مهب السنة أرخص سعره وأقل حيث أفضل وPCIe4 وهذا الـ 14 وهذا الـ 7 تخيل أنت لو وصلت الـ 7 إذا وصلت الـ 7 تصفر جديد وارتكاسفير جديدة فتبدأ شوي شوي الهندسة خفيفة لا تقدر توصل إلى ذلك القوة من البدء مثلاً ما راح تصفر بس إنها وصلت الـ 7 إذا وصلت الـ 7 إذا ما قدرت تجي بـ AMD راسبوس 1% في المعادل عالي 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 ما في شركة بتنزل وبتبدأ مصفرة ما راح تنزل وبتعطيك ثلاثة ولا ثلاثة ولا ثلاثة لا، ما ها بثلاثة أنا نقولك واحد بالمئة الفارق ما بينهم في أدوء مثلاً في بلندر ما أتوقع إذا كانت شركة 14 وعدت العشرة وعدت الأشياء وصلت الـ 7 ما راح يكون يعني إنت تكلم عن دبل إنت تكلم عن دبل مثلاً فالحركة ذي فيها في قش أن انت لكيها وصلت 5 بصل 5 حين مثلاً بتوصل وـ AMD ماسكة حين على كام أربعة عكس تحس أني AMD ما بعرف تشتغل عدل هناك في السابعة ما بمكانها عدل في السابعة وصلت الحكساء بس ما بعرف تجيب شسابتة من السابعة وضافة الـ 14 كذلك يعني تخيل أنك أنت أجيب لك أنا حين هم إذا وصلوا عدل عندهم الهيت عندهم عندهم إذا وصلت لسرعة معينة يصير مبستيبل المعالج يحطون قوة عندهم ناكب الهيت المعالج بعد السحبة الكهرب شغلات كثيرة عندهم لازم يدققون عن شغلات حكومة مفلوس AMD AMD عندها طرق ثاني أنهم يحسون المعالج مالها بدون ما يخربون ويصرون صعب عليهم أنتظم عندها تطريقة واحدة هذا الشيء الوحيد الذي يسوينا هذا الشيء الوحيد هذا الشيء الوحيد يعني يسوون كذا ينزون مع الجيد يبوني نزوم مع الجيد بس ما قدرون ما عندهم ما عندهم بيت المشترى ولا شغلة كذا ما عندهم طريقة يوصلون لها خاصة بالطرق مالهم لأن عندهم صناعتهم دقيقة فليل مالهم قليل فهم دقيقين في اختيار بيت المشترى هذا يخرب عليهم التصنيع وبطع وبطع حتى الـ نعم نشوف قدام ما رده يتوصل لعشرة كانت تكلمت الزمان وآخراتها نجرب قدام ما تتسويت بصون عشرة سنة الجاي ام دي بتروح خمسة هذا إذا بصلت خمسة ام دي وده عشرة وده نفس الأرقام يعني وصلت عدلت الحرارة خلط ام دي ام دي ام دي ش تتوين تلقصنا على الناس عنداش خمسة وانا عشرة وهذا أدائي وانتي أداش ده خلط بس دك ده غباء دي مم علي بس انت بس دك أقل صرفية كهرب أقل كل شيء أرخص أو كان أرخص حين بسببت السنة صار السنة حرفيا بسببت أنه سنة الروحة تجبوهم سنة الروحة تكونوا معاهم سنة الروحة تجبوهم سنة الروحة تجبوهم السنة هذي تحدوهم تعدوهم حرفيا تاريخيا السنة ام دي سعر معالجاتها أقل من التم فنتظر احنا قدام نشوف إذا بصلاح انت وإذا نتكلم حاليا تستوحل حاليا تستوحل لنا من ذل الأداء أحسن أم مستخدمها أقول لك من ذل الأرقام أحسن أنت تقول AMD فتشتري AMD تفرق تغيبا ما بينهم 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 تشتري AMD أحسن حرارة أقل صرفية أقل وسعر صجلنا أغلق شوي بس أداء أحسن حاليا نشوف اللي قدام يعني تخيل انت حين لو انتل توصل عشرة وانشوش بتسوي AMD إذا تمت على السابع مثلا ودي عشرة شلون بتصير إذا كده شوي انتل يعني قاعدة تخدم الأرقام تخذها بخدمة أكثر من الأرقام الAMD هذا بالعربي يعني أقول لك هكذا خدمة انتل في الأرقام خير خذبة AT ENT AMD AMD فهذه الأشياء اللي أقول لك أنا توقع أن انتل لو و صعبة ترجع هي الساعة لأن خمسة مهب عشرة مهب خمسة يعني هذه المشكلة هذه المشكلة المشكلة أنك تقول كده و المشكلة أن الأرقام التي تتكلم عنها مب يعني وصلت لها كام من زي وصلت لها لهم نفس يعني هم عشرة عشرة توقع نفس لها لها اربعة و توقع مكتنى ويتعني وصلت لها بهذاう ولüşنة ما بين جميع سبعها الع一樣 لكن أج 62 أنت توقعد لأن توقع لا لماذا يجب أن يصل الى التوزيعة الكاش التوزيعة الكاش يبطأ نحن لا نشعر فيه، تعطينا جهاز هكذا فأنك أنت أنه لم تكن عند الحين إذا جاءت AMD إذا جاءت Intel وتابت مثلا تقول لك أن تأخذ العرش من AMD هذا حافظ أن AMD يتحركون يدزون زيادة يعني مثلا اذا جاءت Intel AMD ذلك الوقت خلاص خمسة وصل خمسة معنى من الرقم أحنا قاعد أكلمك أنا قاعد أكلمك الآن قاعد أتفهم أن الرقم غلط الرقم غلط بس إذا وصلت بك في البانيك مود يقول خلاص ارفعها والهيت والحرارة يقول معنى ارفعها وخلهم يحطون لك شيء أبرد بس هامشي لا تجي أنت يقومون كذا هم الرديدين في الأشياء بس أنك أكلمك على رقم يعتبر AMD كانها رقم بس ما AMD كان رقم AMD كان رقم بدون الرقم بدون اللي هي الـ 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 وصلت السابعة وصلت إلى حق 14 دعي بالسابعة ونبعد 14 هذا بداية يعني أنا كنيا ويضل ترى لو تخلي كذا يضل AMD تضل شركة أصغر بعنجرين أقل وبراتب أقل بمبيعات أقل هكذا 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 شركة صينية أو لا 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 كانها أمريكية ما خليها أحين أنا أدري رئيسه مالاتهم الصينية أو تيوانية ما خليها من أحين خالها ففي النهاية عندك أنت أي موضوع ثاني أو لا شيء نتكلم عنه لا لا بس ما أنا بنطول أزيد ففي نهاية الفيديو أنا عارف أن أصابت أمريكية أمريكية شوف من وجهي كيف ترى أربع نصرات حين في الساعة وقاسفين نطول نطولنا كثير بره الجاي إن شاء الله سبت أعضوا بسبت أعضوا هذا المؤتمر المرة اللي راحت أن مؤتمر أعضوا إن شاء الله هذا هي الحلقة الليрь مرات الجاي one كان فيه مؤتمر Another win يقدرنا ما يتكلم أكثير ونوقف على شئ واحد مرتكلم أشيئات الحلقات العادة Reform 20 Maximo لا افهم إن شاء الله ساعة أو أقل إن شاء الله ساعتين ساعتين ماكسموم ساعة ونص هذا اللي إن شاء الله إن شاء الله على حساب الأيوم الأشهر القادمة مشينا راح تقل التقنيات المشكلة نحن في تكتوبر ايه عندنا عندنا الجي عندنا شغلات كثيرة ما تكلمنا عنها انت ما أخذ تكتوبر وما أخذها من بعد ذلك انت تظر Fall-Ross المهم لا اعترف فانا في هذا يعني شخص يسو الروف و هو ما يعرف حق الجهاز ليش يسو الروف؟ سو الروف الحق الجهاز علق معرفة فارمتة هو يقول إنه لا عرف ما عرف الصوت وادي ليش يسو الروف الحق الجهاز ما تعرف لها انت تذم نفسك إنها ما عرفت له ما علي قل في الفيديو أحيانا بتنهي الفيديو بنا هي بس نعجب لكم الفئة من الناس اللي أنا معها أنا أنا شوف أنا معاك في شغلات أنا أعرف بعضاك بس عما تانو أنا أحب اللي هي تصوير مع له وحيانا يلقى ترى يلقى بقات يلقى طرف يلقى لدرجة انه حتى بعض اللي شو برسة ثانين يقلون لك والله هو اللي قال لي إنه في هالمشكلة وهو من اللي شابة اللي مشكلة الجوجل تدق صورة ويكسر مسيغة أهو أول واحد سواها لدرجة انه حتى كل المواقع قاموا يكتبون أنا أشوف المواقع ثاني أشوف المهم يطلع شيء بس ما ما أشوف أنه من يعني أشياء بالنسبة لي كيب يجدي أكثر لدرجة حتى أنه كيب يجدي أكثر مرام مرات مرات كثيرة فدخلنا يوتيوب رقم نتكلم عن أشخاص المهم نشوف قدام مستقدر خلنا خلص أحيان السلام عليكم